صباح الهنة وصباح الرزق وصباح كل حاجة حلو على حضراتكم منتصف 14 صبح في الأهلي حلقة جديدة وأخبار جديدة وديوف بالتالي كمان جديدة صباح الفل يا كريم صباح الفل عليك يا نهواند صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان وأهلا بيكم في بداية حلقتنا النهاردة حلقة جديدة من 10 صبح في الأهلي في الجزء التالي من حلقتنا حيكون عندنا أكثر من فقرة حوارية الفقرة الأولى حيكون منورنا فيها مروار محمد ومريم همام وهما ثنائي منتخب مصر للتجديث الحاصلين على ذهبية إفريقيا للشواطئ طبعا إنجاز كبير جدا أكيد حنحب نعرف منهم تفاصيل هذا الإنجاز فقرتنا الثانية حينورنا فيها كابتن صديق الجمال نجم النادي الأهل السابق وحوار مطول حول اللي فات واللي قادم إن شاء الله مع النادي الأهلي وثالث وآخر فقراتنا حينورنا فيها دكتور باهل السعيد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما وأكيد هنتكلم معاه برضو عن موضوعي أهم كتير جدا من حضراتكم فتابعونا إن شاء الله تجدوا ما يصركم بمنسبة التجديف انت عارف إن مين أولى الدول أو الشعوب اللي مرست التجديف رياض التجديف أول الشعوب الفرعنة إحنا يا بيه إحنا مش سايبين حاجة للفرعنة دو والله مش سايبين حاجة للفرعنة ماشاء الله كانوا متقدمين ومتطورين في كل حاجة بس التجديف كانت طب حتى تلاقي أنت كل الرسومات اللي على المعابد وغيره في الأهرامات التجديف على فكرة رسمة المركب والنيل وغيره فالتجديف دي أصلها كان فرعوني بعد كده ده نتكلم طبعا في العصر القديم تخش بقى العصر الجديد كان الولايات المتحدة هي إنجلترا يعني هي تحديدا اللي بدأت فيها تاني رياضة التجديف ده في العصر الحديث بعد كده بقى إحنا لو هنرجع تاني لمصر إمتى اتعامل الاتحاد المصري اتعامل أو تأسس مع تأسيس النادي الأهلي 1907 و7 فيعني ده كده تاريخيا لكن طبعا منذ بقى قدوم أو يعني استحداث هذه الرياضة مرة تانية وعودتها مرة تانية لمصر وإنت عندك على مدار التاريخ أسماء كتيرة جدا بتلمع لكن في أسماء كده مؤخرا لمعت بالزيادة أو حققت انتصارات من يمكن كانت غير مسبوقة دول اللي هيكونوا منهم ضيوفنا اللي هنتكلم طبعا في التاريخ بقى والكواليس وقصة النجاح اللي أكيد هنستفيد منها كلنا قبل ما نبدأ أنا وكريم حابين برضو نروح لملاف اللي كنا نتناقش فيه قبل الهوى هو ملاف مهم جدا وخطير بالمناسبة نتكلم على المنشطات وبالتحديد عقار الترامدول عقار الترامدول يمكن كان عامل زي ما بيتقال كده شوية علامات استفهام في الفترة اللي فاتت هو منشطات ولا هو مش منشطات؟ هو مخدر ولا هو مش مخدر؟ لا خليني أقول لحضراتكم عقار الترامدول مع بعض اللاعبين أو الرياضيين في مصر لازم يبقوا عارفين أن هذا العقار يعني الأسف الشديد آه هو بيقوي بيدي باور بشكل كبير جدا لكن خلينا نوضح أن الترامدول ده كان غير مدرك أصلا ضمن المنشطات والحقيقة كمان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اللي هي لنادو بذلت مجهود كان كبير جدا لعدة سنوات وطلبوا أكتر من مرة وقدموا أكتر من طلب للمنظمة الدولية إدراجه أو إدراج هذا العقار ضمن المنشطات لأنه أصلا خطر يا كريم على صحة أي إنسان ليس بس أي رياضي يعني الترامدول السايد إيفاكت بتاعته صعبة جدا بتخليك بني آدم منتش فوعيك 100% فالموضوع كبير ما بالك بقى لو على رياضي يعني هو يديك باور أو بس في نفس الوقت أنت بيبقى ليك سايد إيفاكت صعبة جدا على البني آدم فأكيد لازم كان يتم عمل هنا وقفة وبعد كده أعلنت بالفعل النادو المصري عن إدراج الترامدول ضمن العقارات المحذورة بداية من يناير 20-24 يعني بداية السنة اللي بعد الجاية إن شاء الله خلاص هيبقى يعتبر ده زي ما بتقيل كده مخدر أو منشط وحيمنع تماما على اللعيبة فملف مهم يا كريم الترامدول ده تحديدا هذا العقار له تأثير سلبي بشكل كبير وأدى إلى حوادث وأدى إلى وفيات يعني موضوع الفترة الأخيرة فيه ناس كتير بعيدا عن مجال الرياضة بتتعامل مع هذا العقار إنجاز التعبير على تباره أنه واحد من المخدرات أصلا مش مجرد منشطات يعني بعيدا عن ميدان الرياضة لا ده فيه ناس كتير بتتعامل معاه على تباره أنه هو من المخدرات وبالمناسبة ليه إدمان هو كمان يعني الحدوطة كبيرة أكيد برضو في وقت ما هنتكلم مع خضراتكم عن تفاصيل هذا الأمر بس مبدايا عايزين كمان نوضح أنه يعني مش مش معنى أن لسه شوية حلوين أو لسه بدري على عشرين أربعة وعشرين فممكن أي رياضي ياخده دلوقتي عادي لا الموضوع أكبر من كده بكتير لأن النادو المصري أصدرت بيان تحذير لكل اللاعبين واللعبات ولمختلف الرياضيين بعدم تناول الترامدول لأن اللي حياخده حتى لو دلوقتي الأول النهاردة ستيل حتظهر ناتيجته في أول عينة حتتخذ منه مع أول تحليل في عشرين أربعة وعشرين طبعا أي عينة إيجابية مش محتاجين نقول لحضراتكم بطبيعة الحال صاحبها بيتعرض للإيقاف والحرمان من ممارسة اللعبة وفقا طبعا لللوايح وفقا لعقوبات الوكالات الدولية لمكافحة المنشطات ولازم يكون فيه تنصيق مسبق وتنصيق كبير ما بين المنظمة والأجهزة الطبية المختلفة في مصر في كافة الألعاب طبعا تجنبا للوقوع في خطر تعاطي المنشطات حن مصر بسرعي بتفق معاك الموضوع فعلا كبير مش بسيط أبدا ولازم نأكد أن أي رياضي أكيد يسمعنا دلوقتي يسمعنا بعد كده أي شخص يسمع لازم يتجنب هذا العقار لأنه هو خطر على مسير أي رياضي يعني تخايل أنت بطل وتعمل مجهود وإنجازات كتيرة جدا وبعدين مثلا يتم ضبطك بأن أنت واخد هذا العقار ومسيرتك كلها تتدمر خلاص هيتم وقفك والمسيرة كلها هتتدمر فده صعب جدا يعني أعتقد على أي رياضي أنه هو يساعد الدولة ويساعد نفسه في الأول وفي الآخر أنه هو يحافظ على صحته يحافظ على تاريخه يحافظ على المجهود اللي هو بيبدله ويتجنب تماما خطر المنشطات دي على كل حال إحنا بنتكلم بشكل عام عشان نروح نسمع بقى كلام علمي أكتر ونعرف تفاصيل أكتر خلينا نروح لدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة النادو المصري وهي طبعا زي بكتبوا لحضرتك المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يا دكتور بونجور طبعا في البداية على حضرتك صباح الأنوار صباح الفل يعني عقار الترامدول ده أثار جدل بقاله أو بيثير جدل بقاله سنوات أكيد كتيرة أنا هروح مع حضرتك ولازم نعرف دور المنظمة طبعا في البداية في توعيد هنا كافة الأجهزة التوبية لكافة الألعاب التنصيق كمان معاها لمنع تناول الترامدول بس في البداية خلينا نسمع من حضرتك كلنا إيه أضرار أصلا هذا العقار عقار الترامدول تفاضل يا دكتور حضرتك الترامدول ده بينكيلر يعني يتاخد عشان يزيل الألام من مجموعة للأجيز ده أحد أنواع المخضرات المواد المخضرة الدواء ده يعني استخدم في الأول لتسكين الألام المجرحة لمرضى السرطان ولا عز بالله يعني لأنه بيبقوا عايزين حاجة أندوم ألام مش عاديا يتخدموا الناس بعد كده بثلاث أسباب غريبة جدا السبب الأولاني إنه بيخاليك صاحب في فترات طويلة الحاجة الثانية إنه بيزين أي وجع إنه عنده وجع في العضلات وجع في جسمه وعايز جيد بالمكهود بيبين بساعات طويلة من غير ألام وثم إسخدامات جنسية صعب لإسخدامات عن حسابه كحاجة مناشفة جنسية ده اللي خلي الناس تقبل على الترامدون بهذا الشكل إلى إن الدولة حفظ ترامدون من مواد المخدرة وقرفه بقى بركبتات وأخدام وأحفظ جداول المخدرات ده الوظهر الدولة ده خطير جدا الدولة قد يؤدي إلى الوفاء قد يؤدي إلى توقف قد يؤدي إلى توقف القاني فعشان كده عشان أي حد يأخذ هذه الأدية دون وصفة أطبية محددة قد سودي بحياة هذا الشكل للأسف الوادى لأن الوكالة الدولية مقدسة مرشبات تأخرت كثيرا جدا في تقيم عقار ترامدون للرياضيين بالناس كان في ترهد دور المرضى داخل الرياضيين اللي اختل رياضي ترامدون الربط بعيد شوي الربط بعيد فما كان الأبحاث بتقول إن الدواء ده فيه بعض رياضين ابتدأت تاخده كان الوادى تقول اللعيب يلعب رياضي ده لا بيزود العضلات ولا بيزود التنفس تبين هتاخد ترامدون ليه فكانت البدال لأجلت من الوادى قيم موقف الترامدون في العالم إلى مجنة العالمية الوادى خدت قرار إن في يناير 24 2024 سيتم عدوار الترامدون مادة مناصمة بتبقى يا فندم آثاره في الجسم الفترات زمنية طويلة لأن من ضمن الكلام اللي تقال إن أي حد حيتعاطى هذا العقار دلوقتي حتى لو تعملوا تحليل للكشف عن المناشطات في أول 24 هتظهر النتيجة بتاعته إيجابية فإلى أكد ولا ده كلام مش مصبوط الترامدون بيقعد في البول من يوم لأربعة أيام بيقعد في الشعر لمدة الست شهور بيقعد في البعاد لمدة 48 ساعة بيقعد في الدم 24 ساعة هذا تحذير سببه إن الرياضة التي نفس تعودت عليه مش قد توقفه لأنه يديل جميع الألام الرياضة اللي بيلعب رياضة عنيفة عدوات اللي بيبقى تحلمه بعد بالترصيز بيبقى يتقلم فابتدى يأخذ الترامدون لإزالة هذه الألام المنظمة نسل التحذير عنيف إن أنت بالحضرة تستغنى عن هذا المركب فأنت عرضة مع أول تحليم يكشف إنك كنت بتطعط الترامدون طيب أنا عايزة روح مع حضرتك برضو لنقطة أخرى يعني هل إحنا بنتكلم هنا لو بعدنا شوية عن الرياضيين لو روحنا للإنسان العادي هل تأثير الترامدون ممكن أنه للشخص العادي يأثر عليه سلب أنه فعلا يؤدي للوفاء يعني خليني أفهم أصد فيه كده أنا نفسي مش فاهمها نقطة إزاي هو بينكيلر وفي نفس الوقت قد يؤدي للوفاء وفي نفس الوقت البعض كان بيقول أنه هو بعض سوئين النقل وغيره يعني نصحوا أنهما ياخدوه علشان يقدروا مثلا لو شغلوهم على فترات ساعات طويلة أنهما ياخدوه فأ لا الربط ده أنا مش فاهمها ما حضرتك يا دكتور لو تشرحوا لي أكتر أي داوة من الأوبيت اللي هي المواد المخدرة دي يبقى ليه كذا وظيفة والكذا وظيفة دول مرتبطة بالجرعات دي نعم أنت ممكن تخلي أرث أسفرين يضيع الصداع صح؟ صح فأخذت أربعة أسفرين قد يعمل لك نزيل في المعدة الترامدون نفس الكلام ممكن العيان أن ياخد أرث ترامدون أو بسن ترامدون يزلوا الوجع أخذ ده ثلاث أربعة تراث ترامدون زيما الناس كده تتعود يدي لهم مشاكل في التنفس مشاكل في الإدراك مشاكل في الوعي مشاكل في عضة القلب قد يؤدي لتواقف التنفس وتواقف القلب أوكي حضرتك لو أنت لو لعيزة أو صف تخذ أرث ترامدون وحفظة مصيبة ممكن لكي أحد تخذ ترامدون قصة بتأتي من كمية أكبر من الجرعات وكمية قريبة من الجرعات ده اللي أدى إلى المخاطر الكثيرة اللي الناس حصلت لها أوكي يعني يعني إحنا هنقول هنا أن هذا العقار لن يمنع ولكن سيتداول في الأسواق مع رشدة أو بريسكريبشن طبية ولا يصرف إلا بهذه الشهادة أو الرشدة الطبية يعني ده وده الوضع الحالي هذا الشيء يصرف في رمضان أصلا رشدة طبية مختومة من مستشفيات ومراكز الأورام فقط أوكي يعني هو بيهرب بقى أو يعني بيتم تداوله بشكل غير قانون البلاك ماركت بقى الماس كرسى والله عزيزي وقد ما يكونش الترامدول حقيقي المصيبة الأكبر إن اللي كنت ممكن أديك قرصة أقولك ده ترامدول وإنت مش عايزة إيه أساس طب برضه دكتور حازم بعيدا عن الترامدول وقع في أكتر من بطولة عالمية في رياضات مختلفة إن تم إيقاف لعب ما أو لعبة ما نتيجة إن فيه تحليل يتعمل لهم بشكل مفاجئ أثبت إنهم تعطوا منشطات وبعد كتير من التحقيقات بيتضح في بعض الحالات فقط مش في كل الحالات بطبيعة الحال بيتضح إن اللعب ده تناول طعام ما بيحتوي على مادة ما بتظهر بشكل إيجابي في التحليل على اعتبار أن هي مادة منشطة علما بإنه ما تناولش أي منشطات ومجرد تناول أطعامة عادية فهل في أطعامة معينة أو ده سؤال جميل شكرا في الوقت أي واحد أي لعيد بيتعمله منشطات يتعامل إزاي المنشطات دي كما كنت بتاخد اللعيد دول راندماج فجأة الكوردنج للخطة المعمولة من المنظمة المحلية أو في بطولة دولية تمام عينة دي تتتاخل بتحقق القرورة القرور دي مصنعة في مصنع وحيث في سويتر القرورة دي بعد أنت ما تخط عينة البول بتتقفل بغطا الغطاء ده لا يمكن فتحه إلا بمكانة معينة موجودة المكانة دي 32 معمل في العالم فقط يبقى فرص التلاعب في العينة طب يكون تيرو بالتن ده رقم واحد تمام رقم اثنين العينة دي بتوصل للمعمل الدول المعتمد تتقسم إلى A و B ال A يتم تحديلها وال B يتم احتفاظ بها عشر سنوات ب لأن هناك الصراع عارف الصراع بين الحق والباطل والخير والشر طبعا في الصراع بين اللي بينتجوا المنشطات أكيد وصراع بين اللي بينتجوا الأجهزة اللي بتكتشف المنشطة طبعا طبعا أنت ممكن اللعيد ده لوقت ياخد منشط الأجهزة الحالية ما تقدرش تعرف عليه سمعين كيف أنه بتفضل سمعين حضرتك فلو اكتشف أن اللعيب ده تحت أي ظرف كان واخد منشطات بتسحب منه الميداليات ده من تشاكل طبعا طبعا في دولة تسحبت منها الميداليات بأصدر راجعي صحيح 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 المتاح للعيب ده أول حاجة يتقبل للأخور يعني حاجة يعني لجنة لجنة الاجتماعي يجيب بقى دفوع اللي يستطيع بتقول العليا دي بقى يجيب ده كثرة يجيب محمين يجيب الأكل اللي كانوا يحب إحنا بنراجع نوعية الأكل ده وإن الأكل ده فعلا كان في المادة دي ولا بقى فدي بعد كده في لجنة لجنة الاستئناب ثم المحكمة الرياضية الدولية ثم الواد عشان كده لا كده ثم الموضوع كبر قوي دكتور حازم وعشان هي مراحل تقاضي صحيح أنا عايز أقول لحضرتك حاجة دلوقتي يعني هل حضرتك ظروفك تشبه أن احنا ممكن نعمل حلقة كاملة عن المنشطات لو تشبه لنا وننصق مع فريق الإعداد الأسبوع القادم دكتور حازم ياريت احنا خلاص رائع خلاص رائع جدا هخلي حد أنا وكريم من الإعداد معنا إن شاء الله في الفريق يكلم حضرتك تكون معنا بإذن الله فكرة كاملة نتكلم بكل الجوانب الزمال كوية ما يزعلوش مني إن أنا طلعت على القناة الأهلي إحنا كلنا مصر يا فلد ومتكلم عن موضوع مفيد لكل وده ملف يعني حاجة بالصفة بي رئيس المنظمة أكيد 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 احنا مش عايزين حضرتك غير كده عمت لا لا لكن عايزة الزمال كوية يزعلوا مني بقى والب السنة في الموضوع حديك دكتور حاجة جايب صفتك دكتور بس وحنتكلم مع حضرتك في الموضوع يهم كل الأطراف وكل الرياضيين المنتمين لمختلف من أنديك احنا ده نتشرف بحضرتك فلن نمشكرك على وجودك معنا في حلقتنا النهاردة شكرا جزيلا موضوع خطير جدا أنا فيهم الموضوع المخدرات والمنشطات والسرامة موضوع المخدوطة لا طبعا بص الملف ما ينفعش في تليفون بصراحة لازم يقع فقرة كاملة ونجيب نماذج من الرياضيين تم فعلا اقصاءهم أو يعني أخذ الميدليات منهم والألقاب منهم لأن فعلا ده حصل على مدار طريق يعني زمان ودلوقتي وعتقد ده حيحد شوية فكرة القانون ده حيحد بقى من أن هو يتقرر بشكل كبير مع عشرين وعشرين لما يطبق بشكل رسمي نتمنا يعني أكيد على لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطولة واللي هتختتم يوم خمسة من نوبمبر إرقادم إن شاء الله هنا طبعا اللي سنها أربعتاشر سنة الجديد بذكر أنها بتشارك فيه مسابقتين تحت سبعتاشر وتحت تسعتاشر سنة كمان وحتلعب النهاردة في منافسات دولار الاتين وتلاتين لتحت سن تسعتاشر سنة بنتمنى لها كل التوفيق الحقيقي مشرفانا كالعادة هنا جميلة وإن شاء الله زي ما بتقال كده صناعة البطل الأولمبي هي هنا عندها هذه المتيري زي ما بتقال كده بنت صغيرة بس شطرة جدا حكيت لنا كانت معنا طبعا كانت معنا في أول حلقة لعشة صفر معنا ديفا في أول حلقة للبرنامج خالص يعني لا شخصية جميلة وبنت صغيرة بس طموحة جدا زكية جدا أنا بتوقع وكلنا متوقع لها إن شاء الله ونقدم التهنئة للسباح مروان القماش اللي فاز بالميدالية الثهبية في سباق 800 متر حرة في بطولة كاس العالم للسباحة 25 متر اللي أقيمت بمدينة ترونتو بكندا واتكلمنا عنها هنا برضو أكتر من مرة حقيقة لو حنتكلم بقى في المجمل كده السباحة المصرية باتحق إنجازات في مختلف المحافل وفي تطور في الأرقام اللي بيسجلها لعيبي مصري أنت عندك يعني طبعا أسماء كانت كتيرة منها حاليا برضو مع مروان عندك فريدة عثمان وأحمد أكرم دي أسماء برضو لامعة حاليا عندك في الأيام أو الأجيال اللي قبل كده كان عندك رانيا علواني مثلا لو يرجع بشوية بقى الوراء عبداللطيف أبوهيف وعندك إيناس حقي وناصر الشازلي محمد العراي أنا وكريم من نزلين تاريخ كل بطل من الأسماء اللي أنا بقولها لحضراتكم لكن فعلا السباح برضو مؤخرا بقت تاخد حيز أكتر وأكبر وأسماء بتلمع بشكل أكبر يمكن الأول كنا نسمع كل كم سنة يطلع نجم واحد أو بطل واحد دلوقتي عندك يعني ثلاث نجوم أو أكتر كمان أو ثلاث سباحين عالميين فده أعتبر تطور في السباحة وفي الرياضة المصرية كريم يعني أنت دلوقتي بتتكلم بجد كل فترة على رياضة مختلفة فيها أبطال مصريين محققين إنجاز غير مسبوك تاريخي ده ندل على شيء أكيد على تطور هذا الملف في مصر فده شيء بتهيلي جيد وكمان كل فترة والتالية بنتكلم مع حضراتكم عن إنجاز جديد يحسب لسلسلة نجاحات مصرية في تنظيم فعاليات كتير من البطولات الدولية اللي بيحضر فيها يعني المئات وفي بعض الأحيان الألاف من الوفود المشاركة فيها دي رياضات مختلفة الحقيقة مصر عاملة شغل أكتر من ممتاز عايزين نقول لكم إن مبارح كان ختام منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأطقال اللي نظمتها مصر خلال الفترة من 28 وحتى 31 من أكتوبر والرقم اللي هنقول لحضراتكم عليه ده رقم لا يستهام بيه بالمرة منتخبنا يا حضرات اكتسح هذه البطولة وحقق 62 ميدالية متنوعة بواقع 40 ميدالية دهب 15 فضة و7 برونز الحقيقة حاجة مشرفة جدا ومبارح أقامة اللجنة المنظمة حفل الختام يعني على ألغام مجموعة من الأهنيات الوطنية الجميلة وحقيقة بنشكر كل اللي شاركوا فيه هذا النجاح الكبير وكمان بنحيي كل القائمين على هذا التنظيم المصري الرائع لهذه البطولة والحقيقة مش هذه البطولة بس كل البطولات خش على كراتين مصر ما سألت هل روح بعيد اللي جاية معنا يعمل طبعا الكراتين النهاردة احنا على موعد عودة بعثة منتخب الكراتين من تركيا بعدما انتهوا من المشاركة في منافسات بطولة العالم واللي حققوا خلالها كان بقى منتخب حقق المركز الثالث في ترتيب الدول المشاركة برسيد هنا 12 ميداليا أربع ذهبيات فضيتين وست برونزيات على فكرة ده يعتبر برضو إنجاز حلو انت في الكراتين ما كنتش متقدم عن كده قوي فانت فكرة ان انت كمان بتحرز يعني ميداليات كتيرة 12 ميداليا يعني اعتقد دي لا حاجة جميلة جدا منهم أربعة ذهبية اعتقد ده إنجاز برضو آخر يضاف للكراتين المصري ورقم 12 بيتكرر معنا في الفترة الأخيرة وبعد السكر المصري بصفة خاصة رقم 12 للنادي الأهلي برضو فرصة نعمل فلاشباك للحاجات الحلوة اللي بتستجد في حياتنا كأهلوية تعالوا بقى كمان يعني تفصيلة كده الحقيقة ما ينفعش ان احنا يعني ما نتكلمش عنها إنجاز كبير جدا حققوا منتخب مصري لكرة الشاطئية بعد ما تأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ هذه الرياضة في تاريخ كرة الشاطئ المصرية يعني الحقيقة لعب المنتخب مباريات قوية جدا وحصل على المركز التاني في بطولة أمم أفريقيا اللي أقيمت في موزنبيق الأسبوع اللي فات والجديد بقى أنه بعد هذا إنجاز تم تكرمهم في اتحاد الكرة والحقيقة ليهم مننا كل الشكر والتحية والتخدير على كل اللي قدموه خلال هذه البطولة والتآهل للإنجاز المحترم اللي نحن من الكلام علي حاجة عظيمة جدا حقيقة طيب دي كانت كده نبذة سريعة عن كل البطولات السوفر أو الجديد أو المستحدث لحد هذه اللي حضر بنكلم حضراتكو فيها خلقه وحنروح بدلوقتي فاصل نرجع نكمل أخبارنا أكيد لسه ما خلصتش خريكم معا يا أهلا بيكم مرة ثانية عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وفرصة بقى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفروعه المختلفة من خلال زمرتنا العزيزة هنا أبو القاسم هنا موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة يا صباح الخيرات يا هانا تفضل يحسن سمعينك يا صباح الخير عليكم على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم نهاردة الفريق هيواصل تدريباته وتجمع الفريق هيكون الساعة 2 الضهر استعدادا بقى طبعا لمباراة غدا أمام فريق الدخلية المباراة هتكون الساعة 5 مساء يعني فريق كان استقنف تدريباته وأمس بعد روحة سلبية لمدة 24 ساعة وخلوني بقى كلمكم أكتر عن ميران أمس في بداية الميران خد الفريق تدريبات بدانية في صالة الجيم بعد كده اجتمع اللاعبين مع الجهاز الفني عشان بقى يحدثوهم عن بعض الأمور المتعلقة بالفترة القادمة والمباريات القادمة بعد كده خد الفريق تدريبات فنية في الملعب يعني ده فيما يخص أخبار التمرين كمان بقى خلينا أقول لكم أنه على هامش الميران واصل اللاعب رامي ربيعة واللاعب اليو ديانج برنامجهم التأهيلي خدوا أيضا بعض التدريبات البدنية في صالة الجيم وكمان كان في جزء خاص بجري حول الملعب كمان بقى خلينا أقول لكم أنه اللاعب محمد عبد المنعم أجرى أمس جراحة في الأنف يعني طبعا هيغيب عن التدريبات لمدة خمس أيام بعد خمس أيام هيرجع بقى للتدريبات مرة تانية لكن منفرد وإن شاء الله في خلال أسبوعين هيرجع ينضم للتدريبات الجماعية طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله بقى يرجع في أقرب وقت يشارك ويدعم صفوف الفريق كمان بقى خلونا نروح لنشئين كرة القدم وفريق 2006 قدر يحقق فوز على فريق سيراميكا كيليو باترا وبكده يكون تأهل لنصف نهائي بطولة كاس مصر يعني الحقيقة هم متصدرين مجموعتهم فازوا في جميع المباراة لكن في البداية خلينا أكلمكم أكتر عن مباراة أمس فازوا على سيراميكا كيليو باترا بربعية نظيفة وأحرص أهداف النادي الأهلي هدفين اللاعب هشام مصطفى واللاعب محمد أحمد سعد وأيضا اللاعب محمد شريف كده زي ما قلت يكون رفع النادي الأهلي نقاطه لتسع نقاط قدروا يفوزوا على حرص الحدود بنتيجة 2-0 على سموحة بنتيجة 1-0 وعلى سيراميكا كيليو باترا بنتيجة 4-0 نتمنى لهم طبعا كل التوفيق إن شاء الله بقدروا يحسموا البطولة لصالحهم ده فيما يخص أخبار كرة القدم خلونا بقى ننتقل لألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة رجال كرة السلة غدا هيكون عندهم أولى مبارياتهم في دور 16 من بطولة دوري المرتبط مباراة هتكون أمام فريق هليو بلس يعني الحقيقة أنه رجال كرة السلة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة دوري المرتبط مباراة الأولى زي ما قلت هتكون غدا والمباراة الثانية هتكون يوم 5 نوفمبر نتمنى لهم طبعا كل التوفيق يعني خلوني أفكر مشاهدين طبعا إن هم فازوا في جميع المباريات في الدورة المجمعة الأولى وأيضا الدورة المجمعة الثانية إن شاء الله بقى أيضا يكملوا بنفس الأداء ويحسموا البطولة لصالحهم أما عن سيدات كرة السلة فغدا هيكون عندهم مباراةهم الثانية أمام فريق مصر للتأمين في دور 8 من بطولة دوري المرتبط تمنى لهم طبعا كل التوفيق خلوني برضو أذكر مشاهدين أن هم قدروا يحسموا المباراة الأولى لصالحهم أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 88.36 قدموا الحقيقة مباراة كبيرة جدا كانوا مسيطرين على المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها إن شاء الله أيضا غدا يقدموا نفس الأداء استكمال الحديث عن الألعاب الأخرى خلونا بقى ننتقل لكرة اليد وبالتحديد رجال كرة اليد أمس قدروا يحققوا فوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 34.23 المباراة كانت بتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأميرة عبدالله الفيصل رجال كرة اليد عملوا مباراة كبيرة جدا قدروا يحسموا الشوت الأول لصالحهم بنتيجة 18.6 والشوت الثاني ومباراة زي ما قلت بنتيجة 34.23 ده ضمن منافسات بطولة الدوري كمان حقيقة المباراة قبلها رجال كرة اليد كانوا بينفسوا فريق شامبيونز الرحاب في بطولة كاس مصر وقدروا أيضا يحسموا المباراة لصالحهم بفرق سكور كبير يعني يحسموا المباراة بنتيجة 39.13 نحن نالهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادم خلنا بقى دلوقتي ننتقل لعبة كرة الطايرة ورجال كرة الطايرة بيستمروا في الأعداد للموسم الجديد بقوة خدوا أمس مباراة ودية أمام فريق طلاقع الجيش قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 3.1 كمان كان قبلها خادوا أيضا مباراة ودية أمام فريق سموحة وأيضا حسموها لصالحهم بنتيجة 3.0 ده طبعا كله ضمن الإعداد للموسم الجديد اللي خلاص يعني هيفدأ خلال أيام المباراة الأولى للرجال كرة الطايرة هتكون يوم 5 نوفمبر أمام فريق بنها كمان سيدات كرة الطايرة أيضا بيستعدوا جيدا للموسم الجديد أو مباراة لهم هتكون يوم 7.11 هتكون أمام فريق الظهور وتاني مباراة هتكون أمام فريق الزمالك وهتكون يوم 11.11 طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هم وكل الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي أخيرا بقى خلونا نروح للعب التنس الطاولة وكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أمس أعلن التجديد لللاعب شادي مجدي لاعب تنس الطاولة طبعا هو مصنف الأول في مصر حاليا وأيضا اللاعب محمد البيالي يعني تم التجديد التعاقد مع اللاعبين لمدة أربع مواسم بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق طبعا زي ما احنا عارفين هم تقلقوا بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني بنتمنى لهم بقى كل التوفيق في الموسم الجديد وإن شاء الله يستمروا بنفس المستوى يعني يا كريم هنا هوندي دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزة هانا أبو القاصم كالعادة يعني كل زميلاتنا الحقيقة بيعملوا سغل أكتر من ممتاز ما بدوكيش مساحة قوي أنت تسألي المزيد من الأسئلة أي حد إيش مرتبط بالنادي الأهلي أو قناة الأهلي ما عليش بقى وسع بقى الموضوع لا بس أحست أن هي لبسة شوية تقيل هو فعلا الجو على فكرة دلوقتي أصبح بالليل كده كده الجو بيبقى برد يعني إلى حد كبير لكن الصبح مش متعودين كل الفترة الفترة أيام اللي فاتت دلوقتي لأ أعتقد أن أنت ممكن جدا تنزل الصبح وكمان يبقى معاك جاكت نحن كامل النهار ده 31 ولا والنهار ده 1 ده 11 يعني أصلا وليس في الوقت ده من السنة زمان كنا ده حقيقي على ألف مصر يعني في بعض الدول الأخرى مثلا دول خليق وغيره ما كانش الوضع كده أكيد لكن دلوقتي الوضع مختلف على فكرة ممكن دلوقتي تلاقي دول خليجية اللي جو فيها أبرد من مصر في الوقت الحالي يعني تغيير المناخ لا يعني على كل حال طبع أعتبر المناخ أيام بتفصلنا عنه لكن أعتقد مؤتمر فيه غاية الأهمية بينائش ملف عالمي نتائجه للأسف الشديد لو ما تمش تداركها من دلوقتي ستبقى كارثة عالمية الأخصائيين أو العلماء تحدثوا قد إيه ممكن يكون فيه على مدار 50 أو يعني سيبقى فيه مدن بتختفي فيه حيوانات أو كائنات سيبقى بتنقرد كل ده بسبب تغيير المناخ ملف في غاية الأهمية يعني إن شاء الله أكيد هنتابع مع حضراتك على كل حال كده المقدمة بتاعتنا والفقرة الأولى انتهت بما تحمله من أخبار مختلفة عن النادي الأهلي أو عن الرياضات المختلفة هنروح فاصل نرجع مع حضراتك عشان نستقبل ضيوفنا خليكم معنا أهلا بيكم مرة ثانية رجعنا لكم بعض الفاصل عشان نستقبل ضيوفنا في أول فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة ولكن يعني عايزين بس قبل ما نعرف حضراتكم بيهم عايزين نتقدم طبعا بخالص تعزينة لأسرة كابتن سيد معوض طبعا نجم النادي الأهلي السابق ونجم المنتخب مصر السابق في وفاة والدته يعني والدته توفاها الله من ساعات قليلة جدا فطبعا خالص تعزينة أكيد كقناة الأهلي بشكل عام مش بس برنامج عشر الصبح طبعا يعني ممكن أقل من ساعة كمان يا كريم طفية والدة كابتن سيد معوض بنقدم من خالص التعازي لي وكل العيلة وربنا يرحمها بإذن الله يا رب طيب ندخل بقى في تفاصيل لأول فقرة حوارية معنا النهاردة وحنتكلم من خلالها عن منتخب مصر لي التجديف على الشواطئ والحقيقة فيه إنجاز كبير جدا حققوا شبابنا وشاباتنا في البطولة اللي وقيمت مؤخرا في تونس تعالوا نتعرف عشان من ضيع شوقت في المقدمة نتعرف على طول على ضيوفنا لمنورنا معنا مروان محمد ومريم همام صباح الفل عليكم وأهلا بيكم مبروك الإنجاز المحترم صباح الخير من ورنا وخلينا كده يعني أبو كريم في بداية الحلقة تكلمنا شوية عن التجديف في مصر وكنا منازلين معلوماته أكيد أنتم برضو تفيدون أكتر أن التجديف أصلا قصو فرعوني يعني بداية كان في العصر الفرعوني وبعد كده تم طبعا يعني إنشاء الاتحاد 1907 لغاية دلوقتي لما أصبح عندنا أكتر من بطل وأكيد أنتم منهم خلينا نفهم من الأول كده بقى بدايتكو كانت إزاي مع التجديف ليه رياضة التجديف أنا دايما بحب أنا وكريم نعرف البداية مع أي رياضة بيجينا هبدأ معي كاميروامي أنا بدأت الأول في نادي المولي العرب هي جات صدفة ما كنتش مرتب لها يعني والدي عرفني على اللعبة وابتديت في نادي المولي العرب بعد كده انضمت لمنتخب مصر بعد كده بقى ابتدت تولد الأحداث أن أنا أمسل المنتخب بقى لي ثلاث سنين الحمد لله دلوقتي حالو جدا وبردو خلينا نعرف منك بقى قصتي رائبة من مروان بردو شفية إن السحاب مامتي الله يرحمها كان ديهم ناس بيلعبوا تأديب فقيت لها خلي مريم تجرب وبدأت في نادي المعادي وقعدت سنة تقريبا وبعدين من 2014 كنت مع المنتخب لحنة 2019 وبعد كده جات لإصابة عاد فيها سنتين ونص حتى في التأديف يا مريم فيه إصابات غريبة دي هي مش لعبة فيها إحتكاك يعني هي مش لعبة فيها إصابات كتير بس قدر بقى بس إنجاز كبير اللي تحقق الحقيقة نتكلم على ميداليا دهب حققتها أنا هاواندي خلاص بالشعب وسبع فضة وميكام برونزي خلاص أنا كده دائماً أنا أيضيف بيجي لي بالمش في الميداليا فتاعته وسبع دي الميداليا حنتكلم عن التفاصيل بتاعتها مع مريم بس يعني فعلاً خلينا نسمع أكتر يعني أنت كانت حاجة بداية مع قصة بتاعت والدتك اللي أنت حكيت سيهلنا بس أول بقى بطولة شاركت فيها بدا برضو حابين نعرفه أكيد أول بطولة شاركت فيها كانت مع النادي فبطولات بتبقى ناشنل عادي على مستوى الجمهورية بيقى فيه منطقة وكاهرة وأهلية بعدين مع المنتخب بقى تبدأي تمثلي مصر بره في بطولات مختلفة يعني لعبت بطولات عرب أفريقيا حاجة تانية انترناشنل يعني مريم أنت كنت نادي المعادي وماروان المقاومة نادي المعادي كوي لحد الواقسي أنتوا بلقتي هنا وهنا والمنتخب مع منتخب مصري حلو جداً نسمع منك برضو ماروان أول بطولة شاركت فيها أول بطولة كانت مع نادي المعادي العرب كانت من حوالي ثلاث سنين وأول بطولة المنتخب كانت برضو كانت في نفس السنة أنا أقول ما بدأت في نادي المعادي العرب انضمت عطول المنتخب يا حاجة محترمة ما دي إشارة للإمكانيات المتوفرة بالفعل ووعيدة جداً بالمناسبة احنا في المقدمة حتى في تقديمتنا لحضراتكم في حلقتنا النهاردة في البداية خارس كنا نتكلم أن أنتوا من أبطال مصر في تجديد في الشواطئ فكلمة تجديف الشواطئ ده معناه أن في تصنيفات مختلفة أو أنواع مختلفة من التجديف يعني في تجديف شواطئ وفي تجديف نهري مثلاً يعني عايزين برضو نعرف ونعرف الناس إيه التفصيلة دي في نوعين من التأديف فيه الكلاسيك رونج ده اللي هو في النيل اللي هو المتعرف عليه اللي بنشوفه كلنا وإحنا ماشيين الصبح وفيه التأديف الشاطئي ده لسه داخل مصر من حوالي سنة إحنا لسه جداد في التأديف الشاطئي لكن الكلاسيك رون ده اللي احنا أصلاً ابتدى عندنا من عام الفرع طب إيه الفرق في الممارسة بقى هل مثلاً ثقل حجم المياه بيختلف ما بين النهر على البحر يعني حتى الناس اللي بيلعبوا سباحة دايماً يقولك أن فيه فرق ما بين أنت بتلعب سباق في النيل أو في نهر من الأنهار وبين أن السباق ده يكون في بحر مفتوح فنفس الكلام ينطبق على التأديف؟ النيل طبعاً تأديف اللي هو بيكون في النيل بيكون الاختلاف في شكل المركب إن طبعاً النيل مش أمار زي البحر فالنيل بيكون المركب أصغر وقرفع شوية التأديف في البحر بيبقى ليه مركب إلي هي قمامنا ديوم الغرف آية字 دي بيكون أعرض من المركب اللي هي التانية اللي هي بيكون في النيل وطبعاً مية البحر بيكون أخف من النيل ولكن دي لها مسابقات ودي لها مسابقات جميل في دول كتير في أوروبا اللي هي الدول اللي بتتميز إن عندها كم كبير من الأنهار بتلاقيهم متفوقين قوي في النوع ده من الرياضات إحنا في مصر نهر موجود بحرين تلاقي عندنا مساحة حلوة يعني إن إحنا بعديننا أبطال كتير في الرياضة دي ولا إيه هو بالنسبة للسبقات بتاعة الفلات ووتر اللي هي بتبقى في مية يعني مية عادية بحيرة أو كده عندنا بتبقى مختلفة شوية إن إحنا بنتمرن فانيل فيه طيار بعدين لما بتلعب سبق إنت بتلعب سبق في مية هي مية جارية بس ما فيهاش طيار ماي يعني بقى فيه طيار هوا مش مية بيبقى فيه فرق التوقتات يعني إنت متعود بتتمرن أو السبق بتاعك بيقى في مدة معينة غالباً هنا في الكهرة لما بتتلع بره بتبقى الطايم مختلف شوية بتحسوا أطول شوية ده بالنسبة للفلات ووتر هي المسافة الستاندرد اتنين كيلو طبعاً الفلات ووتر أسهل بكتير يعني ما بيبقاش فيها مشكلة صعب لا خالص يعني كل حاجة لها صعوبة هو يمكن عشان النيل نتكلم النيل يعطبر فلات ووتر أصلاً أم لا النيل فلات ووتر بس عشان تقيل الماء بتاعته تقيل فده أعتبر صعب بس هو فلات ووتر بس مش داد ووتر بره لأبو طلاب بيكون في داد ووتر لها بحيرة مقفولة احنا هنا عندنا الطيار بيلي من أسوان فده بيبقى فيه فرق لما بنتلع بره يعني الطيار ده بيشكل صعوبة أكتر بفاقي لا بيشكل صعوبة ولا بيسهل مأموريتكم بتبقى العجلة شوية يعني ما التقيل البدال بتبقى أسرع بس بتبدل أقل لكن لما تخيف البدال بتبقى أسرع بس بتبقى هي أخاف فهي نفس الفكرة بس لو على الوقت لو انت سبق مع طيار مية طبعا الطيار متاعك هيبقى أقل لو انت سبق من غير طيار مية تتعطي فترات وقت هو بيعتمد مين لي على الشولدرز أو على قوة الزراعين ولا على الجسم كله برضو عشان دي معلومة أنا عايز أعرف التأديف بيشغل عضلات الجسم كلها 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 والتدريبات بتاعتكو يا مريم بتبقى يعني فول بادي مش مين لي أفر لا العكس يعني هي أكتر حاجة إحنا بتستعملها رجليكي ضاهرك إيدك يعني إيدك كمز لس بس أنت بستعملي عضاء الجسم كلها زي ما مرأنا ونوع تدريباتكو نفسها بتكون عبارة عن إيه يعني أيومكم الرياضي عبارة عن إيه هو الشواطئ مختلفة شوية عن يعني استبقات بتاعتنا العادية بالضبط لأن إحنا في العادي بيبقى في الفلات ووتر بيبقى سبقك في المية بس يعني هي 2 كيلو من ستاعت للفنش أنت في المية بالنسبة لتأديف بتاع الشواطئ أنت عندك في جزء سبرينت الأول قبل ما تنزل المية يعني سبرينت بيقى 50 متر سبق بتاعك 500 متر وترجع تقانية سبرينت 50 متر فإحنا أغلب الناس أو كلنا كل الناس اللي دخلت من تخب الشواطئ هما أصلا أديفة يعني كلاسيك عادي فكان فيه شغل كتير قوي على الفوتورك اللي هو إحنا بنجري بقى سبرينتات إزاي بنعمل إيه إنت حتى في العادي لو التمارين الجري بتاعتك هتبقى دستنس مش هتبقى سرعات فهو أغلبنا زي بتاع كورة شوية بس إنت تمارينك بتبقى مية أو فيه إرجوميتر إرجوميتر ده جهاز التأديف بيبقى على الأرض تبقى سيميوليشن يعني التأديف المية حديد جري عجل يعني بتبقى متقسمة لحاجات كثيرة ده زي الطيارين عندهم برضو نفس التدريب طيب عايزة أتقالكم حاجة بقى أي أكتر الدول اللي صعبة تنافسيا يعني يحبق بيك يا مروان أي أكتر الدول المفروض متقلقة جدا في التأديف طبعا إنجلترا ألمانيا أيرلندا أطاليا طبعا كل دول أوروبا عمتا أوروبا إن جانرال طب لما لعبتوهم قبل كده الفرانكين كان إيه الفرانكين أنا في إيطاليا صنفت 12 أكتر دولة منافسة لنا هي تونس هي اللي حصلت على المركز الأول يعني أنتو الترتيب العام للمتخب مصر في البطولة الأفريقية الأخيرة كان المركز التاني على حد علمي صحة مين اللي خاد المركز الأول؟ تونس بس هم أصلا أبطال عالم في الرياضة دي هم ابتدوها مثلا من 6 سنين قبلنا إحنا الرياضة دي لسه دخل مصر السنة اللي فاتت حتى إحنا لسه المراكب بتاعتها أنت ترصد على التجديف الشاطئي تحديدا تجديف الشاطئي لكن إحنا مثلا 2019 كان فيه بطولة في تونس بس كانت ليه فيها توتر ليه بقى التأديف النهري عادي إحنا حصلنا على الترتيب العام مركز أول الحمد لله ماشاء الله لكن التأديف الشاطئي لسه ده في مصر الديد فإحنا لسه خبرتنا فيه مش كبيرة لسه حتى القارب لسه مجبناش مراكب خالص عندنا التأديف الشاطئي يعني طب ومين المفروض اللي يجيب القارب لو أنا هروح بقى للنقطة دي معاك هل الاتحاد هو اللي هيكون مسؤول عن ده ولا ده بيبقى دعم ذاتي بقى من الرياضيين لا هو المفروض هو الاتحاد عمتا يعني بيوفر لنا كل حاجة يعني في وصعه يعني حتى آخر بطولة داية البجت ما كافتش دكتور عام رئيس الاتحاد وكابتن شريف نائب رئيس الاتحاد هم اللي صفرون على حسابهم والله حسابهم الشخصي حسابهم الشخصي عشان تشاركوا في البطولة عشان تشارك في البطولة فهم الصراحة بيحاولوا يبزلوا يعني كسارة رهدهم لكن القارب هي غالية جدا الملاكب يعني أسعار بس تلا مرياضة جديدة مستحدثة في مصر فطبيعي أن انتوا مش اللي تبقوا مطالبين أن انتوا تجبوها يعني بس هو الاتحاد عمتا توافق القرار أن القارب تجاب واتطلبت بالفعل بس هي لسه ما وصلتش مصر أوكي طب حلو حلو ده الحد الأدنى لأي مثلا طفل حابب أن هو يمارس الرياضة دي أو أولياء أمور عايزين يوجه ابنهم أو ابنتهم لممارسة الرياضة التجديد يعني أصغر سن ممكن يبتدي يمارس هذه الرياضة وهل ليها حد أقصى ومش بس بتكلم على صعيد البطولات يعني أو المشاركة في فعاليات بطولات مختلفة بتكلم عموما حتى الممارسة الشخصية يعني مالهاش سقف مش كده برضه؟ لا مالهاش يعني فيه أرقام عالم لناس عندها مئة سنة 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 ستين فلا يعني هي رياضة معمرة والسن بقى يعني ابتداء من سن كام ممكن الأولاد والبنات يمارسوا الرياضة دي؟ أعتقد سبع سنين فيه ناس بتبدأ أو هي عندها سبع سنين من سن سبع سنين بيكون المؤهل أنه ينزل يقدف طبعا قوارب بقى أصدر كتير أصدر ده طب خلينا بقى نعرف يعني فكرة أنا الزوجي والفردي عشان برضه دي معلومات أنا معرفها الشخصية أنتو بترعبوا زوجي ولا بترعبوا فردي ولا إيها قولي لنا يا ماري أنا في التأديف العادي بنزل فردي بنزل زوجي بنزل أربعة البطولة اللي فاتت نزلت فيها فردي بنزلت فيها زوجي بس في الكوست الروبنج آخر يعني آخر عدد أشخاص ممكن ينزل بيبقى أربعة لكن في التأديف العادي ممكن تمانية يعني ماركب بيقى فيها فيه سبعات لماركب ومروان برضو زوجي وفردي؟ زوجي وفردي بس على طول بنزل فردي يعني أحسن ولا يعني بصراحة أنا أحسن أنا أسهل كمان لا أسهل كلما المركب بتجبر كلما المركب تكون سهلة لكن فردي ده أسعب ماركب مع موضوع عليك أنت بس ومسؤولية بالكامل عليك أنت فعلا طيب أنتوا الفترة الجاية إن شاء الله تستعدوا لإيه هل في مشاركات قريب في أي بطولة من بطولات سواء محليا أو دوليا إن شاء الله عندنا بطولة أفريقيا شهر 12 بإذن الله يوم 23 و24 هتتنظم فين؟ في مدينة العالمين إن شاء الله كمير ده مصر مستضفاها وده إن شاء الله ترجد بتاعنا الفترة الجاية بتادينا رجعنا بقى منتخب الكلاسيك روينج وشغالين إن شاء الله عليها بإذن الله هل شغال كيفية إن شاء الله يا مريم ولا إيه؟ إن شاء الله يعني هي سيلكشنز بتاعة المنتخب مفهولة هي هتبدأ كمان أسبوع لهم يشوفوا التصفيات من أحسن حد يبقى ده ما كانوا هتنزل أي مركب كده فأنا ربنا يا فأنا إن شاء الله طب بالنسبة للبطولات اللي أنتو بتحصلوا عليها طبعا أنتو حصلتوا على بطولات كتير هل بيبقى فيه بقى جوايز بيبقى فيه تكريمات يعني كلمون عن ده برده أنتو سكتوا ليه؟ دي إجابة بحد ذلك لو ما تكسب ناسة لا ما فيه شجاد لا أهو صدق ردك بليغ جدا بليغ جدا يعني إجابة وافية الحقيقة هو بالنسبة للمداليات هنا في مصر بناخدها في بطولتين بس إحنا عندنا كذا سبا بس بناخدها في الجمهورية أو كاسموس بقي السباقات لا ما تبقاش بيها مداليات بالنسبة للجوايز المادية فإحنا سبونسور بتاعنا بتاع الاتحاد البنك الأهلي يعني فيه سبونسور عندنا سبونسور طب ما هو ده بقي يوفر لكم لو فيه أي احتياجات مع الاتحاد طبعا هو إحنا لعبة مكلفة جدا فإن شاء الله بس طالما عليها التحاد وطالما عندنا أبطال زي حالتكم كده يعني بطبيعة الحقيقة يعني أنا متأكد أنه إنت بتجاوب نهوان دي ساعة لما بتقولها إن فيه شخص ما مشكورا أن هو يصفركم على حسابه أكيد لفتة طيبة منه بس بيني وبينكم يعني مش ده الوضع الأمثل يعني الطبيعي لما يكون عندنا أبطال مش مجرد يعني رياضين واعدين لا أبطال بيحققوا إنجازات بس قسم فيه سبونسور يا كريم ده فيه رياضات تانية ما فيهش سبونسور ده فده يعتبر برضو إحدى ما خطوة كويس على كل حال انت وجودكم معنا برضو مش حول طبعا تكريم أكيد بس لأ بالعكس إحنا بنحط سبوتلايت على نجوم عندنا في رياضات مختلفة بيحققوا إنجازات البعد يمكن ما يعرفش لك إحنا حابين طبعا أنه دائما بيبقى حارسين في عشر صبح في الأهل إن إحنا بسلط الضوء نورتونا مروان ومريم بجد مزيد من التقلق إن شاء الله ونقابلكم أكيد في الطولة تانية بإذن الله تكونوا حاصلين فيه على مدليات إنجازات جديدة بإذن الله إن شاء الله نورتونا بنتمنى لكم كل التوفيق خلونا نطلع فاصل سريع حضرات ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني فقرات الحوارية خليكم معنا زي ما إحنا متعودين الأهلي بيقفل الصفحة وبيقفل الصفحة بسرعة طبعا تقفلت خلاص صفحة السوبر والفرحة والاحتفالات وغيره ولو إنها كانت فترة قصيرة لكن إحنا بنستعد للدخلية في الدوري وبدون راح زي ما حضراتكم أكيد متابعين وحنتكلم عن يعني فنيات كتيرة ومش بس فنيات كواليس وحنتكلم عن التاكتكس وحنتكلم فيما هو قادم وحنتكلم عن بعض التخوفات وحنتكلم عن ملفات أعتقد في غاية الأهمية على كل حال مش هقولها دلوقتي كلها على مدار الفقرة حضرتكم تابعونا خلينا نرحب بكابتن سديق الجمال نجم الأهلي السابق اللي حيكون منورنا النهاردة في هذه الفقرة صباح الفل يا كابتن سديق صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم صباح الفل إزاي صحاتكم وحشين والله والله يا حضرك يليك وحشة كبيرة والله يسعد دايما لما تكون منورنا ربنا يخليك هي من ناحية أي نعم صفحة السفر التي أفلت لكن ده برضو بيمنعش نحن نعرف من حضرتك رؤيتك كيف رأيت هذه المباراة طبعا قبل ما نتكلم على السفر طبعا أحب عزي كابتن سيد معوض اللاعب النادي الأهلي ولعب منتخب مصر في وفاة السيت الولدة ربنا يرحمها ويجعل مسواها الجنة وإن شاء الله يكون آخر الأحزاب بالنسبة للسوبر طبعا أنا نهواند بتقول أنا أقفل الصفحة أنا مش عايزة تقفل لسبب واحد يعني أي حدي بيكسب ماتش بيعودوا عليه فترة كبيرة جدا جدا أنا بناخد بطلات كتير وبعمل إنجازات يعني محدش يقدر يوصل لإنجازات النادي الأهل وعندنا كنترول على الفرحة وعندنا كلها بس أنا شايف إن أي حدي تاني بيكسب ماتش ولا ماتشين بيبلغوا في الفرحة وبيكبروا الدنيا فأنا من حق جميلة نادي الأهل ما تقفلش الصفحة تفرح وتكون مبسوطة جدا بأداء الفريق بوجود مدرب على مستوى عالي جدا جدا ومن أهم المكاسب الحمد لله الفترة اللي فاتت وجود مدرب زي مصر كولر إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي والنادي الأهلي طبعا أكيد إضافة لي من أول يوم الرجل ما جاء من المطار أو ما تعاقد مع النادي حضرك تفضلت قبل كده وكريم إنه هو وصل على الملعب مختارة تيتش فدي بتديك إحق أو إحساس الرجل ده جاي يشتغل عنده شغل وعنده ميشن معينة وما بيهزرش ولطيف من الدقيق الأولى وفكرة إنه هو حتى في الراحة فترات الراحة اللي بتبقى ليه الفريق هو بينزل صور على تويتر وغيره يقولك أنا ما برتاحش الفريق هو اللي بيرتاح كل دي بتبقى رسال مطمئنة كابتن سنتيق هو مركز والجميل نادي الأهلي دخلت معاه في الموت بتاعه على طول معنده شزار تركيز عالي جدا جدا حتى لو ما يكون ما فيش حد معاه في المعسكر أو لعيبة مش متواجدة وهو في بلد تانية أو بيتمرم مثلا في ملعب بالأهلي السلام بيتطمن على اللي بيتمرنه في الجزيرة يعني ملم بكل حاجة ودي برضو هتسبب له نجاحات هتيب حاجة إيجابية جدا جدا ليه الراجل اشتغل مع النادي من أول مجيء بيشتغل بجدية ومركز تركيز عالي جدا نقل التركيز ده للعيبة العيبة نادي الأهلي على طول لايبة بتركز بس لما يشوفه مدرب صارم ويركز اللعبة على طول هتندمج معه وهيبقى المحصلة النائية تبقى فيه حاجات إيجابية للنادي بداية من كتقييم يعني مش أنا اللي بقيم لوحدي أنا بقول وجهة نظري كمشجع للنادي الأهلي بداية من المباراة الفريق التونسي الاتحاد المونسيري مباراتين عملهم على أكمل وجه داخليا وخارجيا تشكيل كراءة ملعب تغييرات المكان فيه مكاسب كتير هنتكلم عليها بالنسبة لعيبة كتير المباراة الودية المباراة الاتنين بتوع بطولة الدور العام فلما نيجي المحصلة تيجي تقيمه لا نجح فيه بصمة بس ده برضو ما منعش البعض من الناس انه يقول لهم ما معناه ان احنا ما نقدرش نحكم عليه قوي من ماتشين بتوع الاتحاد المونسيري ولا حتى الماتشين بتوع الدوري وان المحك الرئيسي هيكون لقاء السوفر وبالمناسبة بنتمنى له اكيد الشفاء العاجل هو وكابتن علي معلول لان عندهم دور برد حسدناهم الله والله العزيز عندهم برد يعني مستر كولر وكابتن علي معلول اللي بنتمنى له مش فاء العاجل يعني العاجل جدا احنا محتاجينه بسهو برد دور برد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يا شيوم يعني انا بتكلم على التقييم مش تقييم عام للموسم كله او الفترة اللي هو يالسي عضيه بس في حاجات بتبقى دلائل كده من الاول بتديك احساس ان في مؤشرات نجاح اول رسائل الطمقانة اللي حضرتك شخصيا قريتها كانت ايه اول ما نزل الملعب من اول يوم ما جيه فيه راجل مدرب معاسي فيه عالي جدا وفكره عالي جدا وجاي مركز فالشغل بان من البدايات فيه مؤشرات للنجاح بيجي مدرب تاني ممكن بداية شغله انت بتبقى متوترة جدا من نتائج من التدريبات من المعاملة مع اللعيبة من الجو يعني الاحساس بيبان انت نفسيا حتى بترتاحي انت مثلا بتعملي حلقة وتحس ان انت مرتاحة مع الضيف في الاخر بتحس ان انت عملت حالة كويسة لو مش مزبطة الدنيا معك هتقولي الحلقة دي عادت مني ما كانتش مفروض يحصل كذا او كذا انما الشغل الجماعي والرجل زي ما قلت حضرتك عنده فكرة عالي جدا فانا مؤشرات بتقول ان هو راجل مدرب كويس جدا وان شاء الله يبقى عنده نجاحات كبيرة مع تيم النادي الاهل بس انا قيمته على المباريات لان الكورة نتائج بعد ما عمل الماتشين بتاعه افريقيا وعمل الماتشين الدوري الناس كانت مستعجلة تقولي عايزين سكور لا هو بيلعب بطريقة لعب اكتشف لعيبة يعني اكتشاف جديد لمتولي طبعا عبد المنعم ماشي كويس لما كان في المنتخب التوظيف بتاع لعيبة طاير محمد طاير مش ذلك كان بتاع الفترة اللي فاتت فتحس ان الراجل عنده حاجة هيطلعها من لعيبة النادي الاهلي بالذات اللي هم عندهم امكانيات وبعدين ما بيجملش ما بيجملش لان المدرب الاجنبي بتحمل مع شرطه فانيلا اللعيب ده بقى لسه جاي النادي بقى له خمس دقايق اللعيب ده في النادي بقى له عشر سنين لا ما بيشتغلش كده مشتغل الوحدات التدريبية الانضباط التكتيكي في الملعب المرونة التكتيكية اللي عند اللعب هو ده اللي بيخليه يعتمد على اللعيبة بس مش احيانا برضو بيضطر المدير الفني يعني اللي عمل بعض المواقمات فهم قصلي عشان برضو ايه الجانب النفسي يعني البعد النفسي ساعد ينظر مدير الفني انه يعمل موازنات معينة عشان يمشي المركب بالنسبة للعيبة يعني مثلا أو في قيادة الفريق مثلا أو في الناس في السكور أو الناس اللي بره هو في النادي الاهلي بالذات يعني مش عايز اتكلم على اي نادي بيدوا صلاحيات كاملة للمدرب من اول ما بيتعاقد مع النادي حتة التشكيل حتة ان يختار ده او يقعد ده يعني انت في وجه نظرك انه متولك ان يزر بالصور دي او كان يلعب متولي كان بايد كان فيه اصابات بايد عن الفرمة بتاعت اللعب ما كانش لما لعب دلوقتي متولي عمل حالك ويسي جدا جدا الحتة اللي وراء زي مكان بدر بنون او الناس اللي كان بتلع في المكان ده دي ما تقللش من ياسر ما تقللش من ايمن اشرف بس هو اللي على الساحة دلوقتي واقف على الليه متولي عام المباراة الصبر والاروح مباراة اللابلية لانه بيبني الهجمة من تحت وعنده فكر عالي جدا بيسلم نص الملعب لعيب كورة فطبعا ممكن ده كان بعيد جابه طاهر كان بيلعب بيمشي على سطر ويسيب سطر هو كتوظيف موظفه مديله صلاحيات وكمان مديله ارتياحية بالنسبة لأداءه ما انت ممكن تلعب تحت ضغط مش هتبدأ فهو المدرب شايف مين يلعب مين الفترة دي بعيد سوى بالمجمل مباراة السوبر يتعامل معاه باحترافية بزكاء عالي جدا النقطة النقطة هو مش بيجامل لعب على لعب هو بيشوف اللعب مين المحتاجه دلوقتي اللي أصلح في التوقيت بزرط حتى بقى لو هو حد يصاعد من الناشئين أو غيره ده النقطة اللي قالر فعلا بصراحة تحسب ليه يعني وهو من أول ما جيه برضو هو تكلم قالك أنا مليش دعوة مين لعب قديم مين لعب جديد كالتصريحات هو حتى اتكلم عنها فده نقطة تحسب ليه بصراحة طبعا المعاملة طيب أنا قلت أول بداية كلامي قلت إيه ما قلتش أسامي لعيب أقولك اللي جاي النادي بقى له خمس دقائق زي اللي قد بعد عشر سنين فهو عايز ينجح فاللي بيحقق نجاحات بيكون عادل في كراراته في اختياراته في تغييراته فهو تعامل مع عبرات السوبر فيه دوء عنده سببات فعالي عالي جدا يعني احنا جبنا الجون الأولاني المدرب هادي جدا جدا ومركز في الفرقة والتغييرات اللي في الملعب اللي حاجات التكتكية تعامل مع الزمالك باحترافية في حتة فرقة الزمالك فرقة كويسة ونهيين كويس الموسم عنده عناصر كويسة ما كانش الزمالك عارف يعني يعدي معنا احنا كان عندنا خط دفاع ولا أروح فدي برضو تعتبر زكاء جدا ما أنا بقولك ما هذه تحسب المدرب تعامل مع فرقة الزمالك مفتيح الله ببتاعتهم قفل عليهم المساحات اللي هم بيجيدوا في تحركاتها بيجوا من تحت إن كان زيزو أو إمام عشور أو حتى شيكبالة اللي ما كان نزل نزل شيكبالة يعني كل التأدير والاحترام لي كأنه يعني ما عملش حاجة نفس الكلام إمام عشور كان خارج الخدمة يعني يعني مش داب لي بقى في لقطة كمان ما تتنسيش لعمر السلية فقطع الكورة من الكورة اللي بيجتهر عمر حمد فاتحي فكل ده ما جاش من فرغ مع المدرب بتاعنا حط الطريقة المناسبة التكتك العالي اللي هو حطه ما خلاش فيه مساحات ليهم إحنا كان فيه امتلاك للكورة برضو التغييرات كانت موفقة جدا لما قفش نزل كان لازم حدي عندنا يقف على الكورة عشان هم ضغطوا علينا الضغطة بتاعتهم لازم حد عندك يمسك الكورة يقف عليها دي بتعملهم تعملهم أحباط فانت بتتنقل الكورة لنا جبنا الجوني التاني لو فيه ربع ساعة النادي الأهلي كان جاب التاني والتالت ومع كل التأدير واحترام لفريق الزمالك مهما يكون فيه غيابات حتى لو كاملين اليوم ده كان بتاع النادي الأهلي بدنيا فنيا كل حاجة انت شفت الفريق بتاعك بتعلم من أخطاء قبل كده يعني زي ما كريم قال على حتة عمر السلية مع عمر السلية كان لما شيكابالا بينزل لو هنتكلم شاية فنيات كان بيقطع بيعرف يعدي من عمر السلية معرفش يعدي وده تعلم من الأخطاء معرفش يعدي ماتشل سوبر عمر السلية كان قاطع عليه هو مش عمر بس مش عمر بس بس أنا رح تكلم تحديدا عن عمر شيكابالا مش عمر لسبب لأن عمر حضرتك هو بيلعب في نص الملعب يعني بيلعب في حتة الديفندر هو وديانك بس لما دخل قبل كده شيكابالا لما كان بينزل في آخر تلت ساعة كان بيعدي من عمر لا هو المفروض يكون فيه مساعدة أو مسندة من عمر للعيب اللي هو ناحية الشمال علي معلول أو أي من أشرف لأن شيكابالا لما كان بيتفوق أو سجل في بعض اللقاءات كان فيه مساحات كبيرة كان بيستغل اتقفل بقى اتقفل عليه المدرد شايف مذاكر الزمالك أفلهم يعني كل حاجة أتقفلت زي يقوله مية ونور فطبعا هما العملية لويشت برضه رغم أن هما ممكن يكونوا جادة فرصة أو فرصتين بس برضه الأهل كم تفوق جدا سواء في الفرص أو امتلاك الكرة أو توزيع اللعب فأنا قلت لحضرينك حتى لو كاملين في يوم كده في الكرة نهواندي يعني إيه يبقى من أوله بتاعي يوم بتاعي شكورة بس والله في الحياة أي وما تقوم الصبح كده تصبحها لحد أنت بتحبيه هتلاقي الدنيا حلوة كلها اليوم كله بتاعك كويس أيما مقفلة هتلاقي اليوم يضلي يا ترى بكرة بقى إن شاء الله يبقى يوم حلو وليه الوضع بكرة نعرف برضه من حدك التوقعاتك لهذا اللقاء ورؤيتك للمستجدات في الدخلية نفسها الدخلية طبعا عاملين فريق جديد جايبين صفقات كلها محلية جايبين بعض الأفاركة بس طبعا المجمل كامكانيات فنية هم بعيد طبعا عن أنهم يكونوا قريبين من مستوى النادي الأهلي النادي الأهلي فيه ميزة كويسة بيفصل من البطولات اللي بلعبها وبيعمل احترام لأي منافس سواء بقى فرقة جديدة فرقة صغيرة زي ما كان بلعب أسوان مركز جدا جدا وعارف أن اللعيبة عندهم البدن كويس وبيجروا يعني الفرقة الصغيرة بتأتي بالفرقة الكبيرة لأنه بلعبوا بطريقة دفاعية بحتة من تلتين الملعب اليوم بيقفلوا فالأهلي طبعا مستعد للمباراستات جيد جدا جدا وبيفرق بقى خلاص البطولة تقفلت بالنسبة للمدير الفني يعني بالنسبة ليه نحنا كالوية نحنا فرحانين بالصبر لحد ما البطولة التانية تيجي فهو مركز في المباراة دي تلاتة بونط طبعا النادي الأهلي مركز عشان يخدهم من الأول الصراع هيبقى بالدوري مهم جدا جدا أنت ما تفقتش نقاط طبعا فالأهلي مركز في المباراة استعداد بدنيا وفنيا عالي جدا جدا بعد منها الصبر أكثر جهوزيا واللعيبة مركزة ودلوقتي المنافسة مشروعة ومنافسة كويسة جدا جدا بين اللعيبة تخيالي البنك عليه اللعيبة كنت بتلعب أساسيين اللي هو الاحتياط فلما يكونوا برا في ناس برا الزكور فديها تخليه شد ويتعب في التمرين عشان يخش مع العيبة اللي بتلعب فالمدرب مركز في المباراة الداخلية وإن شاء الله بإذن الله نكسب والتلاتة بونط نبقى عندنا تسعة والمنافسة من الأول ما نفقتش أي نقاط وأنا شايف التركيزة عالي جدا جدا الحمد لله الصفار طبعا التدريبات بسم الله ما شاء الله يعني التدريبات على مستوى عالي مفيش راحة الناس جوم من الإمارات جوم على الملعب أيوة صحيح الناس اللي ما تمرنتش أو ما لعبتش هناك جوم تمرنوا يزودوا والراجل زي ما قلت منصف يعني اللي بيشتغل معايا وبيقدي تكتكيا كويس وبدلين يواف على الليه هيلعب هو اللي بيأحزي صحي زي ما نهوند قالت اللعيب صغير ألفين وواحد ألفين واربعة كويس هيلعب بالزبط قبل الكبير اللي هو ما يكونش لسه دخل فورما كويس طيب أنا عندي بقى سؤال وده مالوش حل فضلا مش بقى مالوش إجابة مردي مالوش حل كل برنامج تقوليلي أنا أقولك حياة كابتن صدي بس مالوش حل آه أعلم تلك قبل كده والله طي أسرح أتكلم في ملف اتكلمنا كتير ومطروح وفعلا حاليا ما فيش تغيير على الأرض يعني شفنا أستاذ مثلا هزعم حضراتكو دلوقتي عامل إزاي؟ خلينا بقى نروح لرؤية حضرتك للنسخة الحالية من الدوري المصري فيه فرق كتير دعمت صفوفها بصفقات جديدة يعني عددهم بيتفاول وبيختلف من فريق للتاني لكن فيه فرق يعني تقريبا غيرت جلدها بالكامل وظهرت له مستوى كويس إلى أي درجة شايف أن الموضوع ده حيبقى له إنعكاسات طيبة على المتعة المشاهدة بالنسبة لنا وبالنسبة المحبي كرة القدم هل الدوري الموسم ده حيبقى مختلف المنافسة فيه حتبقى أقوى؟ حيبقى صعب التكاهن أو التنبؤ؟ مين اللي حيوصلوا على الأقل للمربع الدهبي؟ ولا حضرتك شايفين؟ بس حضرك التنبؤ معروف من ساعة ما الدوري تعمل هو إيه الأهلي؟ مبدأين أول اثنين معنا أهلي زمالك كان إسماعيلي دخل في الصورة بيرامدس المصري ظهر على حلقات كويس شوية وبعدين اختفى اللي الصفقات كلها فيها أندية جابت صفقات أنا شايفة أن أجي أبيه أول فريق استفاد من الصفقات ويأخذ العلامة الكاملة النادر اتحاد سكندري اتحاد سكندري حقق تسع نقاط في تلف مباريات أعملوا صفقات مميزة جدا لأنه بادي مع الصفقات دي برضو ليها نسها زي ما احنا كان عندنا البشمان سعد لي زمان الصفقات واللحات دي بتبقى ليها تكتك معين زي الفنيات بتاعة الكورة النادر اتحاد الأستاذ محمد مسلحي اللي وجهه له التحية يعني اهتمام عالي جدا جدا كابتن محمد عمر موجود جابين مدرب اللي هو زران ده مدرب كويس جدا جدا الاختيارات فيها توفيق وفيها دقة هم متصدري الحالية عشان كده جابوا لعيبة كويسة والماتش اللي فات كسبه وكان فيه تلاتة اربعة لعيبة كورة كويسين جدا جدا فيه اللي برا اللي سكور إصابة فيه اللي موقوف وكسبه ويقلب الماتش زي يقولوا يعني من واحد جاب تلات جوان فدول زهر عليهم الصفاقات المصري عمل صفاقات كويسة زهر عليهم الصفاقات زي زهر عليهم العز عشان المصطلح ده ما انت لما بتعمل حاجة جديدة بتبانع عليك طبعا اكيد زي اداء الاهلي جبنا ما نقول لحدك هم متصدرين حاليا اه جبنا من المدرب الناد الاهلي ما شاء الله ربنا يوفق الفترة الجاة زهر بقى البشاير ان شاء الله خير لنا يعني ان شاء الله فالمصري جاب صفاقات والاستاذ كامل ابو علي ودعم جامد جدا جدا مادية بس برضو اول ماتش يعني ايه اتغلبوا ثلاثة من سراميك بس جم بعد كده الامور اتزبطت وكسبوا المباراة اللي فات الاسوان جايب صفاقات كبيرة جدا جدا جت فريق كامل ان نتاكست عليهم بتلات هزايم جاي الكابتن ربيعي قدم استقالة ما ممكن برضو فيه صفاقات بتخدمك من الاول وفيه صفاقات على بالما تتأقلم هتدخل فترة كبيرة فانشاف الدوري الدوري هي بقى اقوى من الدوري اللي فات المنافسة هتبقى منحصل على الثلاثة اللي فوق لو حد ظهر كل الناس عندها طموح وبعدين انا النجمة اللي طلع انا عايز المربع يزايم والمربع ده هتلاقي فيه ست فرق عايزين يطلعوا الرابع تبا انت اقول لها اطلع الاول بس الاول ليه مكومات وليه موصفات وليه إمكانيات وليه هبة فالحمد لله الحمد لله على مدار التاريخ النادي الاهلي نمسك الخشب يعني بيبقى رقم واحد في على فترات ساعات الزمارك بيخش حسب التقصي يعني حسب الجو الدنيا مش ازاي بس تقول لإسماعيلي بيعت خالص البرامدز بكل الامكانات المدية ابس ان داونز يعني بيرامدز مش سيبت متأرجح الى حد كبير وفرقة ايه تبقى مش مدياك التمانية ان هما ياخدوا مثلا البطولة اه بيعفروا زي بيقول يعني برضو خلي بالك غياب الجماهير لفريق حتى لو كانت يقيل بيحمل برضو يعني نجوم وفي امكانيات مادية كبيرة برضو ما بيخدمش قوي يعني انت انا محتاج حد يشجعني حد انا مع حضرتك بس برضو بس لاحظوا حدين برضو ما فيش جماهير فرت يا حيا ما فيش دغطات عليهم بيلعبوا ما فيش دغطات عليهم بيتلقوا نقد برضو من جماهير نوادي تانية النقد عادي بس جماهير الفريق لو الفريق ماشي مش كويس يعني الدنيا كتولع ببورسعية لو كان هابت غلب الماتش التاني مع اسوانا هي اللي جماهير الليلة مش كبيرة او اسوان كل تأدير والاحترام ليهم بلد جميلة بس جماهيرهم الليلة بس الدنيا ولعت ان الفريق خسر تلت ماتشات انما فريق معهوش جماهير ممكن برتفر معاه انه بيبقى عنده افانتاج انه محدش بيضغط عليه انما الاعلام والصحافة ما اكيد لازم الناس تلك انا اختلف مع حضرتك شوية انا بشوف بالعكس دي حاجة بشكل عظيم يعني شيء كارثي ان انا شخص بلعب ومعنديش جماهير لان الجماهير لها تأثير ربما بتبقى هي المكسب او اسباب او سبب للمكسب يعني في مباريات اللي متعود عليها على فكرة معظم لعيبة بيرمت من النادي من الاهلي والزمالك اللي لها جماهير بتعتمد عليها هما مجال جماهير كان بنفسه على الدوري في الموسم مش عارف لفات كانوا ماشيين كواس جدا جدا ند بالنت باللولة هما اتغلبوا من الزمالك وتعادلوا وكان مطش برضو فراحوا بعيد وهم كانوا ممكن يقضوا البطولة كانوا مفضل حاجة بسيطة الموسم اللي قبل الفتحة لمعطبهم لا غنى عن الجماهير يا كابتو السديد بطبع الجماهير للناس اللي هي عندها جماهير من الاول المصري الاتحاد السكندري الاسماعيلي طبعا الاهلي رقم واحد الزمالك موضوع المحلة من السادات دي كان بتتملي بس انا بقولك انا بتكلم على بيرمت زيليه لان بيرمت زيديد العهد حديث على الدوري المصري بس لعبتو مش هديثة ده اللي بقوله على كل حال نعدي النقطة لا لا مش عايزك بقى انت تربحيني كده على الهو فكرة ان مش مضطرين ياخدو في ضغط جماهيري نظرا لغياب الجماهير اساسي ايه 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 انا بتكلم يعني بس حضرك جماهير لا ما فيش حد ده النفس تعلعيه واحد انا كنت لعب ومجرب يعني طبعا لا احنا على ايامنا كان فيه سبعين الف وثمانين الف الاستاد والدينة كان بتقلق بالملاعب كلها من المينيا لحد بروسايد كلها كانت مليانة جماهير فان شاء الله ترجع تاني لانه دي عصب اللعبة ورقم واحد بس انا دخلنا في تقييم لبيرمتز عشان حتة الجماهير انما احنا لازم من المالي الاقل يكون الملاعب مليان طبعا على ذكر زمان والملاعب المليانة هل حالك بتستمتع حاليا بمتابعة الماتشاط والدوري والكاس بنفس قدر استمتعك زمان اثناء الممارسة بقى انت شخصيا في الملعب بس الطبع اللي متاخد على الماتشاط في مصر الانطباعة اللي متاخد عليهم ما تخش الملعب تلاقيه فاضي بتبقى منزعك يعني انت مثلا ايه زي واحد مثلا مقصو حاجة فذي رقم واحد بس الكورة حلوة في حاجة المنافسة حلوة اللي يكون فيه منافسة على الدوري والفرق كلها قريبا اكتر كوالتي اللعيبة يعني ده تحديد انا مش بكلم على فكرة اللعيبة الاول كان بيبدوها اكتر من دلوقتي بسبب وجود الجماهير يعني اتفرج على الفرق اللي هي بتاعت المحافظات اسماعيلي التحايد المصري كنت كان بيمتاعوا الناس وبالذات الاسماعيلي زمان في التطاطر هالك تكلم عليها دي اولا ما كانش فيه حاجة اسمها سوشيال ميديا بكل ضغوطاتها بكل منغصاتها مفيش ولا فيسبوك ولا بتاعت ثمان كانت لسه كرة القدم بخيرها ما اصبحتش يعني المفروض ان هي صناعة لكن هي لسبب او لاخر تحولت الى تجارة صح فزمان ما كانش فيه الشق التجاري ده ما انا مش عايزين نتكلم لحد ايه من هما الاجيال دي يقولون احنا بصل لهم في حاجة هي كل وقت وكل زمان يعني برضو ايزا اقولوا ليه ناس وليه امكانياته وفي كل حاجة من الفن مثلا فنان بياخد اربعين مليون خمسين مليون فيه العمالقة بتاعت الفن هتلاقي الحاجة كانت الهيلة جدا بس كانت وقتها لها قيمة فكل نفس اللعبة الكورة اللي بياخد دلوقتي غير زمان يعني اللعبة زمان كان بياخدوا حاجات الهيلة بس ساعتها قليها قيمة وكباد وبتماشي الدنيا كلها صحيح فكل الواحد رباني يوفق بقى مش عايزين ايه لحيفكروا وبينبوصلوا ملي حاجة طيب خلينا روح بقى لفنيات شوية انت عندك منعم ومتولي هذا الثنائي والتناغم الجميل على الملعب طبعا منعم للوقتي مش هيبه موجودة طريبا هيعمل جراحة في الانف حسب معلوماتي يعني طيب مين معا متولي يعني نقول مثلا ياسر ابراهيم ولا نقول ايمن اشرف بس حضرتك الحمد لله الحتة دي في النادل آلي ما فيش اي انزعاج منها كويس لدرجة ان حمدي فتح بممكن لها في حتة دي ويتفوق لان تكتكيا بلعبها لما كنا هنا عايزين نكسب المدارب بشيل سيد دماغ بيرجع حمدي بلعبنا من تحت بزيد في نص الملع في حمدي فتح لو احتاج له المدير الفن في ايمن اشرف وفيه رامي ربيعة وفيه ياسر ابراهيم الاربعة ممكن اي حد دي لها ممكن اقربهم ياسر اكثر جهزية مثلا بس دي بترجع للمدير الفن سانة بطمن حضرتك ما تلاقيش من الحتة دي ان فيه اربعة المدارب مطلوب منه ياخد واحد او فيه تلات نحن وصلنا للمرحلة دي لانا عدت علينا فترات قبل كده كان الوضع العام مهترق وعنده كمية غيابات وكمية إصابات وكمية حاجات لعرف تلاقي لعب مدير ولا حتى لعب أساسي كان عندنا صابة للطريق كله مستشفى مستشفى النادي لعب لأن نساعتها احنا كنا مضغوطين في الاستحاقات اللي كان عندنا لأهلي مثلا محلي وقرلي ودولي افريقيا والبطولات اللي هي الدوري او كاس او لو فيه اي منافسات تانية تلت عالم كاس عالمان دي بعدين احنا كنا بيزنقونا بالمطشط اللي بتتأجل ويجي رسهم لكورة بعض فطبعا كل ثلاثة يام ماتش احنا يعني فيه فرقة في أوروبا بتقع فالنادي الآلي كان بيعاني ان شاء الله ما تتكررش تاني وانا شايف ان فيه بدايل كويسة ربنا يمنع عنهم الاصابات والدنيا تبقى ماشي كويس ما اي جماهير النادي الآلي او الناس اللي محبينا الآلي ما ينزعجوش من اي تأثير في مركز ومركزين لأننا عندنا البودلة كويسة وانا برد على نهواندي بالنسبة للمساكين بطمينها ان شاء الله بإذن الله ما فيش مشكلة حلو طب احنا فضلين تقريبا اربع دقايق انا وكريم مع حضرتك في الفقرة خلينا نروح لمنتخب مع ليش بقى معها هتقعد معنا الحلقة كلها كنت تنصدق هتنوارنا بس لا انا بضحك لا انا بضحك لا انا كم بضحك خلينا نروح دبقتي منتخب مصر نلحق لالأربع دقايق احنا عندنا تقريبا ودية مع بلجيكا وبلجيكا متأهلة لكاس العالم برضو اعتقد هتبقى ودية مهمة جدا اه بص حضرتك احنا طبعا كان فيه مباراتين مش مبارة واحدة كان فيه مباراة مع الكويت ومباراة مع المنتخب بلجيكا انا شايف توقيتات المباراة بالذات بلجيكا صعبة جدا بس طبعا صعبة لمن صعبة علينا احنا في حاجة لازم يبقى فيه تجمعات فيه معسكر كويس لان انت بتلعبي فريق الثاني على العالم مصنف الثاني على العالم منتخب بلجيك هيلعب معاك بعدها بربعة ايام هيلعب كاس عالم فطبعا فريق قوي جدا جدا وعنده لعيبة يعني حدس ولا حرك مستوى عالي جدا جدا يعني كفاية اسمه لوكاكو ده وفيه كيفين دي بروين بتاع المان سيتي وعندهم هازر اللي هو بتاع ريال مدين بس عندهم لعيبة جمدة جدا جدا احنا عندنا ان شاء الله نعتمد على المحترفين على صلاح وتريزيجي ومرموش مع المجموعة اللي هنا مع حجازي مع الناس اللي بره مع طريق كل اللي بيلعبه خارج مصر بس انت ما كونوا مستعد للمنتخب زي ده قبلها بفترة ان انت عاملة معسكر وعمل حاجة هتفري معك انا خايف اروح اروح الشايل ثلاثة اربعة تجيب لنا احباط بس هي التجربة في حد ذاتها قوية جدا جدا وهتفري مع المنتخب بناء على ايه بيتم اختيار الفرق اللي يعني يقرروا ان احنا نلعب معهم ماتشات ودي يعني مثلا في بلجيكا نفسها يعني التالب حدك تقول انها مرشحة للمشاكل انا اقول لك لعبونا ليه برضو حتة فنية لا احسن شايف ان هم يلعبون ده مصطح هم اكتر مهملين احنا اه بس اقول لك ليه عشان برضو يشوفوا الكرة الافريقية هم عندهم في المجموعة على معتقد المغرب منعش كده بقول لك اه فالكرة شمال افريقية هم في دليلهم اكتر من نينة براف عليك نقطة كويسة انت اصر ده فانا بوضحها لحضرك المغرب او تونس او الجزائر دول شمال افريقيا نفس الكرة قريبة من نينة مش قريبة زي بعض احنا كعرب يعني ما جابوش مثلا فرقة من اسيا لان مجموعتهم ما فهمش حد من قارة اسيا فهيستفدوا بالتجربة لان ممكن هيلعبوا فرقة نفس مستوى المنتخب مصر فيشوف اللاعيد ده اللي بيلعبوا صادق امكانياته الفنية البدنية فكره الحاجات دي كلها هيتطبقها مع المنتخب يلعب معي اخذ احساس زي ما انا مثلا ما ينفعش اروح على لعب مثلا ايه اروح ملاعب البرازيل على طول انا كنادي لا اجيب فرقة قريبة من برازيل مثلا بس يكون تحت لحد ما اخد المتدرج المستوى اوصل المستوى الاعلى بس طبعا الفريق البلجيكي انا شايف التجربة هتبقى كويسة اللي انا كمصريين او اللعيبة بتاعتنا وبعدين اللعيبة بتاعتنا لما بتلعب مع مستوى اقوى منك ايام الكابتن الحسن انت حيات الله يمسي بخير لعبنا مع المنتخب الاطالي عملنا مبارات كبيرة جدا لما كسبنا بهدف حمص اذا بتلعب مع الفرقة دي انت بتعلى كمان كمستوى اللعيب كمستوى المدرب الفكر قدامك تشوف مدرب على مستوى عالي وبتكتسب ثقة وبتكتسب خبرات كبيرة وبتكتسب ثقة فالماتش بتاع بلجيكي يبقى مفيد سنة مش بعدل على اتحاد الكرة انا بقول لوجه نظري التوقيت الماتش كان لازم نعمله معسكر قبل كده بس طبعا انت عارف عشان بطولة الدوري مش عايزين مؤجلات برضو الناس كانت مزنوقة حتة الماتش بياخده برضو رأي المدير الفني اللي هو بتاع المنتخب على اساس ان ايه هنلاعب منتخب بلجيكي هنلاعب المنتخب الكويتي وبرضو بيوافق على ايه على المبارات الودي هو كل المحترفين بتاعنا هيشاركوا تقريبا او لا اكيد ان شاء الله لان حضرتك هم هياخدوا اجازة هم في البطولات برا في دور الابطال او الدورات الاوروبية عشان كل المنتخبات بتاعتهم راح اكسل عالم فحتى المنتخب البلجيكي هيختم معاك بالمبارات الوديها عشان يلعب في كلاس العالم في قطر فدي تفرق المحترفين لازم يكونوا موجودين يعني صلاح ومرموش وترزيجي مصطفى محمد لازم يكونوا موجودين عندهم احتجاجات قوية برا اه اه والنن اه والنن انا قسف انا نسيت النن لا عادي على فكرة الموضوع بسيط اه لا 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 بتفرق معا جدا بص حضرتك النن انني الاعلام مش متسلط عليه زي صلاح لا لا انا بقولك صلاحة يعني 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 كان بيشتكى بل كبير يعني في وسط الكلام اه بس اه لا عشان تقدير تقدير يعني اه تقدير لاني يكون موجود لو هو مش مصاب لك المصاب الفترة اللي فاتت لو موجود مع حجازي مع طريق حمد الناس اللي هما في مصر هنا المحليين لعيبة كويسة جدا جدا وفورمة عالية جدا طبعا عبد المرحل البيبادي بس في مشكلة صغيرة دائما صغيرة وابتدينا نشوف لها نعكاسات مش لطيفة او في الفترة الاخيرة فكرة ان لعيبة المنتخب واللي هما بطبيعة الحال قوامهم الأكبر من لعيبة النادي الاهلي ونادي الزمال اللي هما كمان يعني معظم تشكيل المنتخب مش معظم على اuldان نسبة كبيرة من اللعيبة في المنتخب هما لعيبة النادي الاهلي ونادي الزبال. فكرة انه مبقاش فيه مساحة وقت كافية قوي ان هما يلتقوا في معسكرات. ما اكيد الموضوع ده برضو بيأثر على الاداء في المتشاط. بص هو الهيك الاساسي بتاع المنتخب معروف. واحنا على المحترفين دول ظهروا فجأة. احنا ما كانش عندنا محترفية. مع الكابتن الحسن شحاته كان في زدان بس. بس كان فيه فترة تجمعات كويسة. فترة التجمع كابتن بتفرق. طبعا. بتعمل هربوني وانسجام. وانضباطية اللي كله وتركيز. وبتعمل ألفة. والانسجام اللي حضرت تفضلت به. فبتلاقيهم مرايبين بينزلوا مرايبين من بعض. المحترفين بيجوا على المتشاط دي في كل الدول. مش لازم. بس اللعيب المصريين هم معرفين. هتلاقي مثلا الزمالك مثلا قرايبين زيزي أمام عشور. هتلاقي مثلا فيه اثنين في الافتحات. فيه اثنين مثلا في المصري. وفي الاخر البرامتس. فالمدرب بيجي في الاخر. بيختار الهيك الاساسي معروف. زي كروش. كان الفرقة معروف. بيخش عنصر أو عنصرين أو ثلاثة مع الفرقة. حتة الانسجام. بيجي بقى لأنه برضو هم قرايبين من بعض. وكابتن محمود الخطيب يرجع لنا بألف سلامة. أتمنى الشفاء العاجل لأخويا وصديقي وزميل الملاعب. كابتن محمود صالح. إن شاء الله يقوم بالسلامة بإذن الله. نحن اللي هو فيها في المرة دي. نورتنا يا كابتن صديق. هنروح فاصل مع حضراتكم. وحنرجع. بس كريم هو اللي حيرجع. وهيكون مع الفقرة التبية. فاصل ونرجع لك. ودي الفقرة اللي هنتكلم من خلالها عن موضوع. أعتقد أنه هو يهم الناس كتير جدا. بصفة خاصة الرياضيين. فكرة أن بعد ممارسة الرياضة. وخصوصا لما تكون الرياضة دي بتمارس بشكل منتظم. فكرة أو فرصة أن يبقى فيه ألام في المفاصل. في العضلات. طبيعي جدا ووارد بالوى منطقي. لكن لما الألم يكون شديد زيادة. ويكون مستمر الفترات زمنية طويلة عن المعتاد. لا. يبقى هنا معناه أنه فيه أكيد مشكلة ما. ضرر ما في المفصل. تمزق في الأربطة. مشكلة ما في الغضريف. فخلونا نتكلم عن هذا الأمر وأهميته بالنسبة للرياضيين بصفة خاصة. وده اللي هنتكلم فيه مع ضبطنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. الدكتور باهر السعيد المستشار العلمي لشركة تاكس فارما. اللي منسعاد دايما أكيد بمجوده معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك. الله يكبر محمد رسيس كريم. ومبروك على جمهير النادي الأهلي. منور الدنيا. أهلا بحضرتك. بتهالي إلى حد كبير عادي مع ممارسة الرياضة يكون فيه مشاكل أو إحساس بالألم في المفاصل. وخصوصا للرياضات التئيلة أو اللي بتعتمد على أوزان زي كمال الأجسام ورفع الأفقال إلى آخر. لكن إمتى الموضوع يبتدي يكون مؤلئ؟ هو طبيعي جدا حتة الألم والإحساس بالألم. حتى أنت لو مش متعود تعمل رياضة حتى وروحت الجيم الأول مرة. بتلاقي فيه تكسير في عظمك. ألم. كلام من ده واضح جدا. برضو ممارسة الرياضة بشكل خاطئ أحيانا أو أنك بتحمل على نفسك حمل زيادة في الرياضات اللي حضرتك ذكرتها. رفع الأسقال أو أي رياضة بتحمل جامد على العظام والعضلات والمفاصل. لما بتيجي على نفسك وتاخد حمل أنت ما تقدرش عليه أو جسمك مش بتحمل. وطبيعي بيحصل الألم. بيحصل تعب في المفاصل. مع الوقت بيحصل خشونة في المفاصل. وخاصة الرياضات اللي بيحصل فيها تحميل على الرجبة بزيادة. طبعا. زي كورت القدم. طبعا. زي التنس. ورفع الأسقال. ورفع الأسقال. طبعا. في رياضات كتير بيبقى التحميل على الرجبة بيؤدي مع الوقت لخشونة الرجبة. طبعا. يبقى فيه مشكلة لما يكون الألم مستمر. مش قادر تتحمله. الألم بتصحى من النوم تعبان من الألم. يبدأ بقى صوت الترقعة والفرقعة في الرجبة. بيحصل الألم مش قادر تطلع السلم. بيحصل مشاكل بتعيق الحركة بتاعتك أو بتعيقك عن ممارسة الرياضة. ساعتها طبعا. لازم نلجأ للطبيب في الحالة دي. طب. هل بالنسبة للناس اللي بتمارس الرياضات دي تحديدا. اللي حالك تفضلت بيها. هل فيه إجراءات وقائية أو يعني إنجاز التعبير برضو احترازية. لازم يرعوها. وهم بيحملوا على المفاصل. تمام. أول حاجة طبعا. أكيد. وأكيد الرياضيين لازم بيلتزموا بدا. إنك في الرياضة تبقى بالتدريج. ما تيجي تشيل حمل. اللي ما تروحش تشيل حمل تقيل مرة واحدة. لما تيجي تعمل التمرين بتاعتك. لازم يبقى فيه إحماء الأول. لازم تعتمد كمان على التغذية السليمة. النوم الكافي. إنك تاخد نومك. ساعات النوم بتاعتك تبقى مناسبة. برضو كمان تشوف النقص عندك وتكمله. يعني مش معقولة يكون رياضي وبيعمل رياضات تعنيفة. ويبقى عنده نقص كالسيا وفيتامين دال مثلا. لازم تهتم بالمعادن والمكملات الغذائية. حتى اللي تديك باور تديك طاقة. تحافظ على عظامك وعضلاتك. طيب إحنا لغاية دلوقتي بنتكلم على الرياضيين. تعال ولو للحظات بعد إذنها داك نتكلم عن الأشخاص العاديين اللي مش بيمارسوا رياضة. بل واللي منهم بيعاني من السمنة. وفي بعض الأحيان السمنة المفرطة بكل وزنها وتحملها على الركب بصفة خاصة. برضو إنه زي تتصرف زيادة. هي دي السبب الرئيسي للخشونة هو فعلا زيادة الوزن. هو ده السبب الأهم سبب من أسباب الخشونة هي فعلا زيادة الوزن. عشان كده أنت قبل ما تعالج الخشونة مفروض تعالج الوزن. تنظم نفسك تنظم أكلك تعمل نظام غذائي صارم عشان تنزل الوزن. قبل ما تحاول تعالج الخشونة. طيب بشكل عام سواء للرياضي أو لغير الرياضي هل في أدوية معينة علاجات معينة ينصح بها لعلاج المشاكل اللي نتكلم عنها؟ بالنسبة لخشونة الرجبة بالتحديد في مكملات غذائية موجودة في السوق بتدي وقاية من مشاكل الرجبة. يعني أنت لو بتمارس رياضة مثلا والرياضة دي مرشح أن أنت يجي لك منها خشونة رجبة بتحمل على رجبتك كتير. ليه ما تاخدش مثلا حاجة زي الجلوكوزامين أو الكندروتين؟ دي مواد طبيعية. الجلوكوزامين مثلا هو أصلا جسمنا أو الرجبة بتاعتنا من ضمن مكوناتها الجلوكوزامين. في حاجة بتدي ليونة للرجبة. فممكن طبعا مش هتعرف تجيبها من الأكل. لأن هي بتيجي من الأسماك القشرية. فصعب أنك تجيبها من الأكل. فطبعا لازم تاخدها كمكمل غذائي. يبقى تدور على مكمل غذائي يحتوي على الجلوكوزامين. يحتوي على الكندروتين. أنا كنتش متخيل أن جزء من الحل جاي من مكملات غذائية. أنا كنت فاكر أنه لازم يجب أن يكون فيه علاج موضعي. دهنان. مش من خلال مكمل غذائي. الدهنان يبقى مسكن. تسكين للألم. تسكين. إنما إحنا بنتكلم على حاجة تدي ليونة للرجبة. ليونة عشان السائل اللي حوالين الرجبة اللي تضرر. الرجبة لما بحصل فيها خشونة عاملة زي المفصلة بتاع الباب اللي صدق. فمع الوقت مع الضغط عليها مع الأعدى الغلط مع التمرين الغلط مع كبر السن طبيعي. لازم بيحصل إن المرونة دي بتقل. فإحنا بندي حاجة كمكمل غذائي تخلي المرونة دي ترجع تاني. مادة الجلوكوزامين الهيلرونيك الكندوريتين. الحاجات دي كلها بتدي ليونة للمفصل بحيث من يتحرك بشكل طبيعي. طيب. هل في فئة عمورية معينة لازم تبتدي تاخد بالها سواء بيمرسوا الرياضة أو لا. يبتديوا ياخدوا بالهم ويركزوا مع المفاصل ومع الغضريف ومع النوع ده من الأمور؟ هو للأسف حنا كان دايما عندنا اعتقاد إن كبر السن بس اللي بيجي لهم خشونة. لا والمفروض الخشونة أي سن معرض لو مارست تمارينك أو مارست حياتك بشكل خاطئ قعدت قعد غلط بتحمل على رجلك بتقفز مثلا قفزات شديدة مرة واحدة فما فيش سن للخشونة أو تعب المفاصل. أهم حاجة إنك تعمل أو تحافظ عليها بالممارسة الصحة للرياضة أو الممارسة الصحة حتى في حياتك اليومية. طيب هل فيه كرس معين حداك تنصح به الناس اللي بتعاني من المشاكل اللي احنا بنكالك؟ هو دلوقتي إحنا دايما بنشوف الناس دايما بتخاف من أدوية أو مكملات الخشونة لأن المستورد منها بيبقى مبالغ أو افتمنه. غالي جدا. وإن موجد في بعض الأقل؟ دلوقتي فيه حاجات منتجات مصرية مميزة جدا سعرها على قد الإيد وفي نفس الوقت بكفاءة المستورد بنفس الكفاءة أو الفعالية. يعني أوفروا فلسكو يا جماعة ما تجيبوش حاجات غالية أو في السعر. لا فيه حاجات مصرية مميزة. يعني مثلا كمثال فيه منتج اسمه جوينت بيكس المنتج ده قوته خماسية يعني خمس مواد فعالة. الخمس مواد دولا بيقللوا الإحساس بالألم وبيدوا وقاية من مشاكل الخشونة بشكل طبيعي آمن. مكمل غذائي في الآخر. نفيش منه أضرار. فيه ميزة جميلة جدا فيه مادتين يعتبروا بديل طبيعي للمسكنات. يعني الناس دايما بتخاف أنها تأخذ مسكنات عشان ما تقزيش الكلا ما تقزيش الكابت. لا فيه مادتين حاجات عشبية مستخلص من الأناناس اللي هو البرومالين والجنجر اللي هو مستخلص الجنزبيل. الحاجات دي مضادات التهابات طبيعية جدا. يعني دايما نحن نتكلم عن الجنجر أو مستخلص الجنزبيل كمسكن طبيعي للألم. حاجة طبيعية خالص ما فيش أي مشكلة. بالعكس حتى ما بتقزيش المعدة دايما مفيدة للمعدة. يعني حتى الناس اللي عندهم غسيان وإحساس بالقيق بياخدوا الجنجر لتقليل الإحساس بالقيق. فالجنجر ده ما بيتعبش المعدة وفي نفس الوقت مسكن طبيعي جدا للألم. البرومالين اللي هو من الأناناس مستخلص الأناناس. البرومالين ده مضاد التهاب طبيعي للألام. مع بقى الجلوكوزامين اللي هو بيدي مرونة أو ليونة للمفصل. مع الكندروتين. وكمان الهيلورونيك التركيبة الخماسية دي بتبني السائل أو تحرك المفصل بشكل طبيعي. جرعتها حبيتين كل يوم بعد الغداء. الاستمرار عليها فترات طويلة ما فيش مشكلة آمنة لمعظم الناس. يعني ما فيش منها أضرار. هي طبعا موانع استعملها بس يعني لو واحدة حامل أو مرضع طبعا لازم بإشراف القليل. لكن غير كده الفئات العمرية كلها تقدر تتعامل معها؟ ما فيش أي مشكلة خالص مأمونة جدا. الناس اللي عندها مشاكل في التهابات مثلا في جدار المعدة. لا جدار المعدة أنا مثلا لو حد عنده قرحة في المعدة. طبيعي لازم هياخد حاجة للمعدة معها. ده أساسي. يعني مش معقولة هيكون عنده قرحة في المعدة وياخد أي ده وحتى أي مكمل غذائي لازم ياخد حاجة للمعدة معه. لو واحد مثلا عنده مشاكل كبيرة أوي في القلب. لا لازم طبعا بإشراف الطبيب. إنما غير كده هي مأمونة. وطبعا لو حامل ومرضع لازم بإشراف الطبيب برضو. إنما هو استمرار عليها فترة طويلة ما فيش منها أي مشكلة. آمن جدا في الاستعمال. الجوينت بيكس أعتقد إنه هو حاجة مثيل آمن وفعال للحاجات المستورة المبالغ في تمنها. وخاصة إنه هو تركيبته خماسية زي ما احنا شايفين شكل اللعبوة بتاعته. حاجة مميزة. وسعرها أهم حاجة إنه سعرها مقبول جدا وسعرها مناسب جدا. والرياضي يقدر يستخدمه والغير الرياضي يقدر يستخدمه. الميزة بقى كمان في حتة إنه هي ممكن تبقى للوقاية. يعني مش شرط أكون عندي خشونة. يعني أنا بلعب رياضة وخايف يجي لخشونة. ناخدها فترة كل مثلا شهرين ونريح شهر لو أنا واخدها للوقاية. لو أنا رياضي وخايف من الخشونة. طبعا لو أنا عندي خشونة وعايز حاجة كمكمل غذائي يساعد هو ده وآمن جدا وفيش أي مشكلة. فيه دايما عندنا موروث كده يعني برضو خلينا نعرف من حضرتك ما ده صحته أو ما ده دقته. فكرة إن المنتج المصري بالمقارنة بأي منتج قادم من الخارج. يقال أو كان يقال على الأقل الفترات مش قليلة إن المادة الفعالة اللي في الأدوية عندنا بتختلف نسبتها. وفي الكواليتي بتاعتها عن نفس المادة الفعالة بنفس الدواء لو كان جاي من بره. إلى أي مادة كلام ده مصبوط. أنا هقول حاجة بسيطة خالص أنا راجل صيدالي بقالي أكتر من حاجة وعشرين سنة في المدينة تسعين في المئة من الأدوية اللي بنبعها في الصيداليات مصرية. لو كان الدواء المصري سيئ كنا بقينا كلنا في عداد الأموات من سنين. والدي ووالدتك كلنا بياخدوا دواء ضغط السكر بتاع المصري. والدووس اللي بيكالب حداك عليه مش بس مرتبط بالأدوية لمرتبط بمنتجات يعني ممكن يكون فيه برند معين شامبو نوع شامبو مثلاً معين. هو هو اللي موجود هنا هو اللي موجود في أمريكا موجود في أوروبا إلى آخره. فيه ناس بتقول لك لا أنا بيحس الفرق لما بيستخدم نفس المنتج ده بس و أنا جايبه من بره. عقدة الخواجه بس تقريباً دي فعلاً للغاية أو ده سبب الرئيسي يعني. عقدة الخواجه. لكن على الآله دوائياً مفيش فرق. دوائياً فعال وزي الفل ومفيش منه أي مشكلة. بالعكس التركيبة دي أنا ما بشوفهاش في أي منتج مستورد موجود في مصر. التركيبة اللي قلناها دي مش هتلاقي منتج مستورد موجود في مصر في البرومالين والجينجر والجولوكوزامين والكندوريتين زي الجوينت بيكس. وبرضو عايزين برضو ننبه لحاجة أن برضو الموضوع مش دواء خشونة بس. لأ إحنا برضو لازم نتابع نشوف إذا كان فيه نقص في فيتاميندال. نقص في الكالسيوم. مهم جداً برضو مع دواء الخشونة أو دواء المفاصل عشان نحافظ على مفاصلنا. ناخد برضو فيتاميندال وناخد كالسيوم. معظمنا ما بخرجش في الشمس كتير. معظمنا الناس بيجي لها برد كتير في الشتاء ليه؟ عشان ما بتعرضوش للشمس كتير. ففايتاميندال مش مهم للعظام بس مهم كمال للمناعة. فبرضو بنرشح مع دواء الخشونة ده أن الناس برضو مهم جداً ياخدوا حاجة فيتاميندال. نفس البراند ده في منه حاجة مصري برضو اسمها فيدي بيكس برضو. ده فيتاميندال مهم ومميز جداً. وجرعته ألفين وحدة دولية. يعني ممكن يتخذ من غير تحليل. مش جرعة عالية ممكن تأزينة. لا جرعة بسيطة خالص للوقاية حتى من نقص فيتاميندال. وبدأ ما أخذنا فيتاميندال يبقى لازم برضو ناخد نوع كالسيوم. وخاصة الناس كبار السن أو الرياضيين مهم ياخدوا فيتاميندال وكالسيوم. ففي نوع برضو كالسيوم ستريت اللي هو أفضل أنواع الكالسيوم اللي في السوق في نفس البراند ده. يعني هو زي كرص متكامل. حاجة للخشونة اللي هي الجونت بيكس. البيدي بيكس اللي هو فيتاميندال 2000. الكالسيوم ستريت تحت اسم C-D-Z بيكس. برضو ده من الحاجات المهمة جدا كحاجة تاقينة حتى من هشاشة العزم. فيه يعني أي أمراض تمنع استخدام هذا المنتج. يعني لو حد عنده مشكلة في القلب. حد عنده مشكلة في الضغط في السكر. إحنا زي ما قلنا هو مأمون بس لو حد قرحت معدى خلاص. يبقى لازم ناخد حاجة للمعدة أو بمتابعة الطبيب بتاعه يعني. برضو لو حد عنده مشكلة جبيرة في القلب أساسي لازم هيكون ما هياخدش حباية للصداء حتى من غير يرجع للطبيب بتاعه. إنما إحنا بنقول في الآخر هو مكمل غذائي حاجة بناخدها للوقاية آمن في الاستعمال. الجرعات بتاعته حتى فيتامين دال اللي في الكورس ده الجرعة مش اللي هي عالية أوي اللي هي علاجية. لا هي جرعة وقائية جرعة بسيطة. طبعا ممكن مضاعفاتها أن إحنا ناخد حبيتين مثلا في فيتامين دال يبقى أربعة ألاف لو كان فيه نقص حد في فيتامين دال. إنما الألفين ده جرعة بس وقائية. فالموضوع كله حتى النوع الكالسام اللي موجود في الكورس الكالسام ستريت هو نوع الكالسام اللي ما بيسببش إمساك ما بيسببش اضطرابات في المعدة عكس الكالسام كربونات اللي موجود في منتجات أخرى. فالحكاية كلها آمنة إن شاء الله وحتلقوها فعالة وصدقوني تركيبة مش موجودة حتى في المستورة ده اللي موجود في مصر. جميل. أعرف حدريكا تقول ساعات بتبقى المشكلة في إن الواحد لما بيكون موجوع. لو أحنا بنتكلم مثلا على خشولة رجبة أو مشكلة في المفصل أو أي أن كان. فكرة إن أنا عندي ألم يعني حاسس بيه في مكان معين. ما ببقاش عايز حاجة غير إن الألم ده يروح. صح. فبدور على العلاج الموضعي للمشكلة. ما باخدش بالي قوي من أهمية بالي حديك تفضلت بيه من شوية فكرة إن فيه أمور تانية لازم ناخد بانا منها. لازم الأسباب تتعالج. ولذلك برضو مع الدواء اللي بنقول عليه ده لازم برضو تغير نمط حياتك. شوف الرياضة مثلا اللي أنت بتلعبها. إيه الحمل اللي أنت بتعمله وبيعملك المشاكل دي تحاول تتجنبه. برضو تمارس ممارسة صحية عشان تساعد نفسك مع الأدوية أو مع المكملات الغذائية اللي إحنا أقول لها. إحنا في الآخر بنتكلم عن مكملات غذائية. ما بنتكلمش على كيميكالز. ما بنتكلمش على كيمويات. بنتكلم على حاجات مكملات. أكلنا فيتامينات. فيه ناس بأول ما تسمع كلمة مكمل غذائي فهتعتقد إن الكلام عن إما فقدان الوزن أو محاولة اكتسابه. يعني المصطلح ده مرتبط زهنية. يعني عند الناس كثير بالأكل والوزن. مش بعلاج. لا الحاجات دي ما بتزودش وزن خالص. يعني عشان فيه ناس برضو هتفتكر زي ما حياتك قلت كده. لا خالص. هي كلمة مكمل غذائي إن النوع ده أو الكلام اللي تتعلمنا فيه. يسد النواقس. الحاجات دي آه بتسد النواقس اللي عندك. حاجات طبيعية ما فيش فيها أي كيميكالز نهائيا. فعشان كده هي أمنة. لذلك قلنا القصار الجانبية تعتبر معدومة. مع ده الحالات اللي قلنا عليها لازم طبعا استشارة الطبيعية. دايما بأخذ بالي دكتور باهر إن من مميزات أي منتج. لو كان مكوناته طبيعية أو ألياف أو إلى آخره. وما فيهاش كيميكالز على حد تعبيل حد. طب مع معظم الأدوية. وهي في المقام الأول كيميكالز. وهذاك قدر مني طبعا. هي الأدوية كيميكالز بس برضو. أنا هنا مش بكلم على الغضروف بقى. والمفاصل بكلم على المبدأ نفسه. على فكرة هي فيه أدوية برضو حتى المواد الكيميائية نفسها. بتبقى مستخلصة في الآخر من الطبيعة في الآخر. يعني الحكاية كلها في الآخر. بتلجأ من الطبيعة. بين سلن المضاد الحيوي اللي تبنى عليه كل المضادات الحيوية. في الأساس جاي من الطبيعة. فكل الأدوية في الآخر بتلاقيها جاي من الطبيعة. بس هي فكرة إن لما يكون الدواء مكامل غذائي يكون طبيعي خالص. ببقى الأثار الجانبية أقل بكتير من الحاجات الكيميائية. أو الأدوية الكيميائية زي أدوية الضغط أدوية القلب أدوية السكر. الحاجات دي كلها. ما ينفعش احنا نتكلم فيها أصلا كده. لازم إشراف الطبيب. لازم. لإنه بتتعارض مع حاجات كتير جدا. إنما الكلام اللي قلنا النهاردة سواء فيتامين دالي اللي هو الفيدي بيكس أو الكالسيام أو الجوينت بيكس. الحاجات دي كلها حاجات ما فيش فيها أولا تعارض مع حاجة. وفي نفس الوقت حاجة بناخدها للوقاية من المرض. ولو إحنا الحالة فيه ناس كتير تخاف أصلا. ده أنا حيتعمل لتغيير مفصل. لا مش عارف إيه. طب أنا أوصل لكده ليه. من قبل ما أوصل للكلام ده. أول مبدأ بالإحساس بشوية المشاكل بتاعة الرجبة. المشاكل البسيطة حتى من البداية. ألحقها بمكملات غذائية تحميني فيما بعد. إن الحالة لقدر الله توصل لتغيير مفصل. الحالة توصل للتهابات شديدة أو أين كده. أخيرا بقى دكتور باهر. حيث يعني في عجالة كده أنا أتكلم معها ديك في آفة من الآفات اللي موجودة عندنا ومن قديم الآذر. فكرة إن إحنا بننصح بعض بأدوية. وإحنا مش متخصصين لمجرد أن أنا رجل صاحب مرض فعندت علي أدوية بعينها وعندي صديق ليه بيعاني من نفس المرض. فأنا اللي برشح له الدواء. مش دي المصيبة. المصيبة اللي هو بياخده فعلا. لا هي المصيبة كمان لا. إلى أي درجة الموضوع دا لازم يتغير. غلط جدا. غلط وخاصة لما بنتكلم عن دواء برضو. يعني أنت مثلا لو بتاخد. مش ملتفايت. لا لو دواء دا خطر طبعا. يعني واحدة تقول دا فلانة كانت تعبانة وأخدت المضاد الحيوي الفلاني بقت كويس. هم روح أجيبه. إزاي يعني. فكرة الإصراف في المضادات الحيوية. المسكنات عمال على بطال. الحاجات دي كده في منطقة الخطورة طبعا. طيب. المنتج الحديث تفضلت بالكلام عنه بالتفصيل موجود في كل الصيدليات؟ موجود وموجود الأرقام بتاع الشركة موجودة وفيه فريق كامل متكامل للرد على الناس. ممكن يتفضلوا يتصووا في أي وقت حيلاقي ناس متخصصة بترد عليهم. جميل. أنا بشكر حضرتك جزيلا شكر نورتني بحلقة النهار دا. إن شاء الله نشوف حضرتك مرات ومرات على خير بإذن الله. والشكر موصول لكم مشاهدينا بكل مكان. على حسن متابعاتكم لينا. نشوفكم على خير بكرا إن شاء الله. إلى اللقاء.